ايه كده الريكوردينج مبدأش لا اوكي تمام كده الريكوردينج بدأ الريكوردينج كده بدأ طيب اه مبادئين زي بدء اه اه احنا اتفقنا برحل لو انت عادت تدهر على كيسكيت بتكتب في جوجل و جبنا كيسكيت وكيسكيت موجود قدامنا اه بس اتأكد بس الاول الشاشة بتاعتي بينا قدامكم مزبوط الشاشة بتاعة كروم بين قدامكم صح اه بينا كريم اه تمام ممتاز جدا اه اول حاجة خلاص هيطلع لك اللينك اه بتاع الورجانيزيشن اوكي دي اول حاجة تاني حاجة لو انت زي ما قلت مبارح من الهوات اه السوشال ميديا فممكن تتابع كل الاغبار بتاعتهم على على تويتر لو انت بتاع صوفتوير فعندك اه حاجة بتاعة كيت هوب ممكن تدهر عليها وكمان فيه صفحة على الويكيبيديا اه وفيه اماكن تانية كتيرة يعني ده رقم واحد اه رقم اثنين وده فقاية الاهمية لما نيجي نخش كده جوا شوية وانتشوف كده الاوفر فيو لو تلاحظونا لما جيت اتكلمت عن 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 السلايدز او في السلايدز يعني كانت فيها الحاجات بتاعة التيرا اه بعد كده اير بعد كده اكوا بعد كده اجنس دولت كانت الحاجات الاسسية وحتى الويب سايت القديم كان عليه الاربع حاجات دولت تماما دلوقتي بسبب ان الموضوع ابتدأ شوية بشوية بتاعة التطور فبقى فيه الويب سايت ذات نفسه بقى بيبريزنت حاجة مختلفة شوية الماينسيت ذات نفسها بتاعة كسكة تبتدت تختلف شوية عندنا فيه اكتمايزيشن فيه حاجات الاكتمايزيشن فيه حاجات الفاينانس اللي هي الحاجات بتاعة الاقتصاد والاموال والكلام ده كله فيه حاجات الماشيال ليرنج اوكي وفيه حاجات وخاصة بتتكلموا عن حاجات اسمها كوانتم كرنمز او كوانتم سبورت فيكتور ماشين او الناس بتاعة الماشيال ليرنج هتبقى عارف الحاجات دي والناس بتوع الكيميستري لو انت عايز تعمل سيميوليشن الموليكيولز جديدة خالص وتشوف الكاركتوريستيكس بتاعتها دي حاجة تاني حاجة الالجوريزمات اللي موجودة جوه زي جروفر و جروفر ان شاء الله هنتكلم عنه حاجة اسمها كوانتم ايجن سولفر ده بيتم استخدامه اكتر في الكيميستري يعني في حاجة اسمها كيو اي او اي او الكوانتم ابتوميزيشن بروبلم ودي ان شاء الله بكرة هيبقى فيه فيه توك مفصل لها باذن الله يعني عن طريق دكتور زولتان زينبورس حيبقى الساعة واحدة وفيه اللي هو الكوانتم سبورد فيكتور مشين واللي ممكن ان شاء الله يعني ممكن نسمع عنه عن طريق اميرة عباس في التوق بتاعها اللي هو بمجرد ما تدوس على كلمة try out هو هيوديك مباشرة على الالجوريزم بالإجزامبل بتاعه فيه حاجات تانية طبعا من جوة اللي هو الـ experiment tool toolbox اللي هو زي ما تكلمنا عن حاجة اسمها او ده باستخدام اجنس وفيه طبعا الـ circuit او الحاجات بقى تحتيرة من جوة ذات نفسها النهر ده برضه احنا نتكلم شوية عن حاجة اسمها circuit library او معنى اضاك الـ gates من جوة تبقى عاملة ازاي بعد كده فيه طبعا حالان يبتدوا يبيعه مش IBM نفسها ولكن فيه Cambridge quantum computing group عملوا سيرفيس كده لطيفة بيعملوا الـ random keys بيتم استخدامها في الـ security عامة وفي الـ communication فاحنا بداعمل الـ generation عن طريق quantum random number generator يعني ده يعتبر اول commercial application مباشرة يعني فهم عملوا باشتراكة مع IPM فلزيز جدا كسكت RNG وفيه حاجة اسمها Q-Control وكلايد سكوب ده كلايد سكوب يعني لو الناسبة اللي حبها يعني تجو ديبر مع نفسها ده بيتم او عبارة عن الـ visualization package مخصوصة علشان تقدر تفجوليز الـ states برحتك وتاكسبور الدنيا وـ Q-Control مخصوص علشان error correcting circuits يعني هذا كده تحت خالص في الـ website بيقولك لو انت حابب تشوف تمي سيميليشن للـ quantum hardware اللي هو الـ air والـ 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 والكلام ده كله فالجزئتين اللي تحت الدورة بيتكلموا اكتر عن air طبعا ما بقواش يحكوا اكتر عن حتة زي ما انتم شايفين بقى على طول بيحاول على قدر يمكن اللي هو الموضوع بشكل مباشر لـ للـ يعني بدلا ما يعديك انترو طويلة والكلام ده لا مهم دخلك على طول على الـ في الـ ومثلا عاملين يعني حاجة لطيفة جدا بصراحة بيقولك علشان لو انت حابب اللي انت تتعلم مثلا لو انت عندك اسبوع وانت بجنور مثلا فايه الحاجات اللي انت محتاج تتعرفها فانت المفروض تتفرج على الـ دي ابارة عن بلاي لست على اليوتيوب تتفرج عليها والمدة اسبوع بعد كهدده اللي انت ايه تتعامل مع كسكت طيب لنفترض انت عندك شهر هو انترو دخلاب ده يعتبر كان اتتعامل في 20-20 في الصيف يعني يعني انا كنت من ضمن اللي أنشغلب في التحرير بتاعت بتاعت التاعت بتاعت التيشغلين علشان الناس لو محتاجة يعني مش 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 نيتيف سبيكورز للانجليش يعني فكنت من ضمن الناس كانت شغالة في المبادا بلس كنت منتور لكذا حد يعني في فوقت الاسكول دي لو انت بقى عندك سنة كاملة وانت بجنر فانت قدامك بقى الكسك التكست بوك براحتك تقع بتقرأ اول ثلاث شاباتر بتماعهم شديد والكسك التكست بوك ده يعني الناس بتسأل على الريسورسز فانا مستغرب مستغرب جدا ان يعني احنا في مرحلة اونلاين ليرنج فالو انت مش قادر مثلا ما تيجي تكتب كده على النت كسكت وتدور في السرش وايس فاجأتك كده تتفاجأ تحت اللي في حاجة اسمها كسك التكست بوك فتقوم تفتحه كده وتشوف فده كتاب الناس يعني اللي عايز تسأل على الريسورسز كتاب ده فري لكل الناس تقدر اللي انت تقرأ فيه براحتك فالبيزيكس لأي حد ولازم تبقى فاهمة جدا لهم اول ثلاث شابترز تبقى عرفهم زي اسمك هتلاك الدني تمام بلاس اللي هو كمان مدي لكها كاسمها لو انت عايز تعمل لو انت عايز الاول تنزل للكتاب ده اذا باكت جاء عندك وتستخدمه وتشتغل عليه والكلام ده كله لان الكتاب عبارة عن شرحه في نفس الوقت جوبتر نوتبوك على سبيل المثال يعني انا بفتح قدامكم اي اي حاجة فيهم لو دي زي السيل كده اللي احنا شفناها مبارح في الجوبتر نوتبوك احنا ممكن لو دست تروي هو هنا وتعمل رن ثانية احدة بيقول لك ويتين فو كارنل ثانية احدة رن تمام كرن هنا كمان مرة تمام يعني احنا طبعا هنتكلم بالتفصيل ايه الحاجات اللي حصلت جوه يعني ولكن ده كتاب فيه شرح وفي نفس الوقت يعني اذا بلاجين جوه تقدر لانت نشوف الكود بالمناسبة كمان تقدر تعدل لو انت بس عايز تعمل امبورت الحاجة شغال يعني كده 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 في حاجات كتيرة جدا يعني 90 في المائة من الحاجات اللي انت هتحتاجها 90 في المائة ممكن ما في المائة من الحاجات اللي انت هتحتاجها موجودة من افترض اني كنت عندك بايز اللاب عندك بايز ارى مش حاعب بلا انت تشغل على كلاب الدنيا وفى بك فالكتاب بالكود وكل حاجة شغالة ففيش حاجة عشان تول احنا مشلاقين بس فده دي دي نوطة يعني احبيت بس اوضح دي حاجة. اه الحاجة التانية اه بنركع تانية للسرش لما نيجي نكتب اي بي ام كوانتوم اول حاجة اول ويب سايت هيطلع لك بوانتوم كومبيتنج اي بي ام نفتحه طبعا من حتيت الكاريرز دي اه مهمة لو انت مثلا اولي خلاص سيء مثلا معك اولا او او اولي او اولي او اولي او شغال فوترة في الى المجال وحابب تشوف الكاريرز بتاعتهم في او 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 انترنتشابس في سورفزيز لو انت حابب لا انت تخش في الولاياتهم متعرفة بس يعني مش بتبقى انديفيدوال ببقارة عن اه يعني مثلا جروب كبير حابب اللي هو يخش في الندع في النترو بتاعة اي بي ام بتشوف بقى الدنيا طبع فيها ازاي هنا وبتقدم ازاي عليها الكلام دا كله التولز اللي هي اي بي ايم كوانتوم اكسبرينس اللي هنحننشوفها سوا مع بعض والسلوشنس لو انت عايز كوانتوم فور بزنس او ديفلوبر او رسيرشورز يعني ويب سايت تقدر تعيش فيه وتلف كتير ولكن اللي احنا محتاجينه في الويب سايت ده انا وهو لانش اي بي ايم كوانتوم اكسبرينس يريد وانا اشغال كده وبرلقيكم الرحيات دى يعني اي هوب اللي انتو بتكونوا ماشيين ورايا يعني انا كل انا عملت هناي اي كدابته ام كوانتوم في السرش بتاع جوجل فتح لي الويب سايت الاساسي اللي هو ده ما هل اتكيه هندايس لنش على اي بي ام كوانتوم اكسبرينس فحيقوم انطلع لي اي بي ام كوانتوم اكسبرينس اوكي على شان تستخدم اي بي ام كوانتوم اكسبرينس فانت لازم يبقى ليك اكاونت فبراحتك، عايز تـCaring IPM ID، هذا ما مستحق، حاجة تحرك عليك عايز تـستخدم مثلاً حاجة لـيـــكون جوجل، جيــوتهوب، لنكدران، تويتر أو الإيمان الخاص بك، براثة براحتك أنا ككريم مثلاً ملاييح دماغي ويلا بنا نستخدم جوجل أكاونته يلا على جوجل أكاونت اول ما بتفتح طبعا بالنسبة لك لو دي اول مرة تماما تبقى مستخدم فيها مش هتبقى عندك هيبقى بس الاسم موجود طبعا النوت دي هتبقى موجودة هنا بيقول لك ان اخد بالك ان هم حاليا يعني من المتوقع يعني ان الكوانتوم كومبيوترز الجديدة اللي هتطلع دي هتبقى قوية يعني احسن كمان من الموجودين والريزولتو بتاتي هتبقى كويسة يعني فبيقول لك ان بداية من يوم 10 فبراير في بعض الكوانتوم كومبيوترز اللي خلاص مش هتستخدم تاني تمام وفيه واحد وهو حاجة اسمه اي بي ام كيو ارمونك ده حاليا وهو يعتبر اوفلاين بس تكن يوم 24 و 25 يناير اللي فات وين هتلاقى على اليمين هنا ده الديفايس المتاحة لك فيه واحد اسمه سانتياجو فيه حاجة اسمها اثنز ارمونك ده عبارة عن وان كيوبيت بس وطبعا ليه استخدمات كتيرة جدا خاصة الناس اللي شغالها في الفيزيكس يقدروا يعمل عليه تجارب كتيرة ومهم جدا اه واحد عندهم فيه فيه سميلاتر اولا ده بس ده السميلاتر ده ايدال سميلاتر مش مش كوانتوم كومبيوتر حقيقي يعني اه وبتو 30 ثالثو كيوبيتز فيه عندهم حاجة اسمه اي بي ام كيو ميلبورن ده ده يعتبر اكبر 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 سيستم هتلاقيه فري بالنسبة لك يعني البريميوم ديفايزز دي بتبقى مخصصة بس للإي بي أم كوانتوم نتورك زي ما قلت يعني دي بتبقى يا إيمار كروبريتس اللي بتبقى مشتركة فيها أو بتبقى مؤسسات كاملة على بعضها اللي بتشترك فيها طبعا زي ما في الإعلان اللي موجود فوق بيقولوا اللي فيه كزا كوانتوم كوبيوتر في الميتنانس أو بمعنى ده خلاص حيطلعوا برة الخدمة قالوا هم بالينسيا وفيجو ويورك تاون يورك تاون ده كان يعتبر من الحاجات القديمة قوي يعني كتر ألف خير اللي هو فضو مستمر أكتر من سنة وشوية يعني ومن أكتر حاجات دائمين كنت باستخدام كنت باستخدام فيجو بس خلاص يعني رحت عليهم في كده كلمة أو رمز غريب حبتين اللي هو الكيو في يعني نخليها هي كلمة أزيزة جدا كلمة كوانتوم فوليوم يعني لو حد يدر اللي هو يعرف المقصود بالكوانتوم فوليوم يعني هيبقى هيبقى حاجة ممتازة جدا يعني لو ادر اللي هتسى تعرف دي نابزة سريعة عن عن الحاجة اللي موجودة قدامك يعني أو عن الحوار الكل طبعا تحت هيبقى لو انت طبعا عملت رقم قبل كده في الريزلس اللي موجودة دي دي بتاع tycrans اللي هتعلمت اللي هتسى لها رقم في آخر وقت ده بالنسبة لإيه لده حاجة اسمها ال الداش بورد. عشو ثانية واحدة. السلام معاكم. في حاجة اسمها لما تدوسها للسيستمز. هو هنا بيبتدي يعرض لك الانلاين بالمتاحة اللي انت ممكن تستخدمها. هتلاقي ان حاجات الانلاين اللي انت ممكن تستخدمها. هنا عدد الكيوبيتس. في حاجة هنا الكوانتوم فوليوم. الستاتس بتاعتها. وفي النهاية خالص او بمعنى دق عدد الناس اللي بعت الريكوستات عشان يتعامل السيركتس بتاعتهم ران. فمسا عندك سنتياجو ده عنده 41 سيركتس على ما يخلص. فالستتك لو هتبعت مثلا دلوقتي حاجة. فهتلدل بقى لحد ما يخلص ال41. اثنز السبعة واربعين. البروستيسور طيب ده ان شاء الله بكرا بقى عشان انا مفتيش في الحتة دي يعني ان شاء الله يعني بإذن الله احكال له في الجزء دي. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ميل بورن يعني بقى ستة وتلاتين واحد فهو شكرا كده او بصل كده فهو بقف اي طلبات تجيله مش مش هيدخلل في الكيو اصلا حيرفض. وعلى ما يخلص الحاجة اللي عنده فممكن مثلا على بالليل تبقى تيجي يعني لو انت حاب ايه تستخدمه في حاجة لو انت عندك محتاج فيها من طبعا الحاجات اللي تحت دي في المنتنس وحنا قلنا اللي هي ايه حاضية هل كانت فيه كوانتم سيستمز او كان فيه كوانتم سيستمز ممكن نشوف الريتارد كوانتم سيستمز اه في بقى حاجات زي مثلا اه المادن اه فيه السنجابور فيه جوهانسبرغ اه كان فيه حاجات تانية برضه اه روتشستر تلاتة وخمسين كيوبيت فيه كامبرج تانية وعشرين كيوبيت بس يعني للأسف الشديد دولت كانوا الاثنين دولت اه ولكن فيه حاجات تلاتة احلى منها بكتير يعني للبريميوم بالنسبة دي كوانتم سيستمز اللي موجودة حاليا اوكي وده الشكل دي كوننكتيبيتي بتاعت الكيوبيتس وحنتكلم فيه ما بعد في الكنكتيبيتي بتاعت الكيوبيتس اكتر خلال الايام الجاية خاصة في الحكايات بتاعت التأثير بتاعها اه الآن فيه البريميوم سيستمز اللي موجودة حاليا اه فيه واحد اسمه منهاتن عدد الكيوبيتس 65 يبخت بصراحة اللي بيستخدمه يبخته جدا فيه بتاع سيدني وباريس وتورونتو سبعة عشرين كيوبيتس والكوانتو والكوانتو فوليوم التانية برضو كبير نوعا ما وده شكل كوننكتيبيتي بتاعته فيه بوجاتا وروم وفيه كازابلانكا ولكن هذه الحاجات البريميوم اللي موجودة دلوقتي زي ما انطوركم الاول البريميوم كان بيتكلمه في العشرينيات دلوقتي 65 كيوبيتس بيتكلمه 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 المهم ده بالنسبة للكوانتو طيب لو انا عايز اشوف لو انا رنيت حاجة قبل كده فهيضغط هنا على حاجة اسمها الجوبس فهيجيب لي كل الجوبس القديمة اللي انا عملتها فكانت اقف الحاجة مثلا انا عملت لها من ثلاث شهور فيه حاجة اسمها سيركي الكمبوزور اللي انا بنيها فهي ينفتح لك الحاجات العجيبة اللي انا شايفانها دلوقتي قدامنا طيب ايه هي الحاجات اللي انا شايفانها قدامنا دي اول حاجة هنا بيقولك انت عندك دلوقتي ثري كيوبيتس فاضيين معلهمش اي حاجة خالص في اللي موجود هنا على اليمين ده يعتبر بسيط لحالة الكيوبيت ده هلا هو ليه فاس ولا لا بتاع الواحد كان في المية هلا هو بيور ستيت وانا مش بيور ستيت ودي يعني حاجة ناحية الفيزيكس ناحية الفيزيكس الشوية من هنا افترض جدلا احنا حابين نزود عدد كيوبيتس تاني فممكن تزود هنا تقوم دايس بلس يقوم انتم تديلك واحد كيو تلاتة عايز تزود واحد كمان وهكذا تقدر تزود لحد اثنين وثلاثين لو تلاحظوا لما زودنا تمام ايه اللي حصل هنا كبتر الف خيرهم والله يعني انت يعني لان افترض جدا ان انت مكسل انك تكتب كود مكسل انت مش عايز تكتب كود يعني فممكن بكل بساطة تقول والله مثلا انا عايزة على كيوبيت الاولاني مثلا هادو مرتجيت فملاحظين ايه؟ اول حاجة في السيركت تاني راح مزود لك هادو مرتجيت مباشرة طبعا احنا حنشوف ايه كيو ورجستر وعرف ايه ونده مين وجاب مين وود الدنيا فين بس هو اوتوماتيكلي بي ينجنرات ايه الكود وممكن ينجنرات الكود في حاجة اسمها بايثون او حاجة تانية اسمها دي يعني زي الاسمبلي لانجودش كده لو الناس بتاع الاسمبلي لانجودش بتاع الكوانتر اوكي شفت انت الحاجات بتاع البيثون انت اضطر تعمل امبورت الكزا حاجة وبتاعه والكلام ده كله في ال دي تعتار الانستراكشن سيت وده اللي بيشوفه فيه كده ابستراكشن لاير كده صغيرة ما بين الكود بتاعك وما بين التحويلة بقى اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول من ضمن التحويلات دي ان الكود بتاعك بيروح لحاجة شبه الاسمبلي كود اللي موجود ده هنا بس يعني ده على جنب احنا مش محتاجينه في حاجة دلوقت يعني المهم احنا هنا عملنا ماشر هل سمعينك بايس؟ ألو ألو أي كريم سمعينك يا كريم وصد بس فصل سانية كده وجه تاني تمام أوكي بس نقفل كده أو نمسح شوية الكيوبيتس الزيالة دي أبا نغصف الأمور على بعض دلوقتي أنا عندي دو كيوبيتس تمام الأول أنا عملت أبلاي على أول مش إلدك أنا عشان ما نعقدش نفسها الكيوبيتس الأولين ده أنا عملت عليه أبريشن اللي هي الهادمرت فإنه حصل الـ probability أو الـ outcome بتاعي المفروض الطبيعي 50% زيرو يعني سانية أقمر للأسف الـ interface بتاعهم محتاج يتزبط شواية في المعبودة معنى الـ probability بتاعت 0 50% والـ probability بتاعت لوان 50% ده رقم واحد طيب لو أنا عايز أبص على الـ state vector بتاعي تمام؟ الـ output state vector ده 0.707 ده ده اللي هي واحدة على جازر اثنين طبعا الفييز عندنا بصفار مافيش فييز عندنا ونفس الموضوع برضو بالنسبة للـ 1 فده للـ 0 وده للـ 1 معنى ده ده الـ output state أو الـ kid vector بتاعنا تمام؟ ده حاجة اسمها q-sphere لو لاحظتوا ان الـ plug-sphere بتعمل الـ representation لسانجل كيوبيت بس طب لو احنا عندنا وزي ما انتم شايفين هنا انت أحلى عاجة فيها انت ممكن تقعد شقليب عيمين وشمال وتتفرج عليها وتحرك ازاي ما انت عايز ومسلا لو انت عايز تضيف الـ phase angle هنشوف دلاتي الـ phase ممكن نعمله بـ جواليزيشان ازاي الثانية واحدة نضيف مثلا كيوبيت كمان ولنفتار الجادل نحن نخليه مثلا يطلع بواحد اوكي تطع له كده بقى نبص على الـ state بتاعاتنا لو تلاحظوا ان انا انا خليت شايفين السفرة ده والواحد ده اوكي ده الـ h انت عندك الـ probability ايما بسفرة ايما بواحد لكن الـ x بتخلي الكيوبيت التاني على طول بواحد لان بترفع من حالة ground state للـ one على طول انت بتعالوا نبص كده على الـ state بتاعتنا ايه اللي حصل فيها فانت عندك فيه واحدة فيه state عندك هتبقى one zero one zero اللي هي بتاعت بتاعت اللي فوق وعندك الـ state بتاني هتبقى واحد واحد لان انت اريد عندك الكيوبيت التاني بواحد اوكي وبتسمى معك الـ state اللي فوق فميزة الـ q-sphere واحلى حاجة فيها اللي هي تقدر بتعملك representation لأكتر من كذا كيوبيت في نفس الوقت تقدر تتعامل معها بالمنظر ده لكن الـ block sphere كانت مشكلتها ايه هل هي بتعمل representation لسنجل كيوبيت بس لما نيجي مثلا نبص على الـ state فيكتور بتاعنا هتلاقي ان الـ state بتاعتك بقى zero zero هتكده او zero zero هتكده فيه zero واحد 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 وطبعا الـ probability عندنا واحد على جزر اثنين هل سمعني كويس؟ اشتركوا في القناة معلش يا جماعة لحظات ان شاء الله وحنرجع نكمل معكم اشتركوا في القناة 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 طبعا أنا متأسف جدا تاني على يعني مش بيضايق الله المهم احنا كنا نوقفين فين اه الـ QSphere فيها ميزة جميلة لأنت تقدر تعمل الـ presentation لأكتر من كذا state ممكن تبعين الـ phase angle لو على سبيل المثال لو استخدمنا مثلا حاجة زي الـ S فهتبتدي تغير الـ phase لو مكتوب بقى فيه الـ phase بتاعت بقى بايع على الاثنين ده معناه لو انت زودت الـ phase عندك بقى فيه phase angle لو انت شلت الـ S عايز تشلل الـ S بتاعت بقى ثانية احدى كل ما اطلوب منك بس طب ده اه كليك يمين وبيتدلت شكرا على كده احلى حاجة اللي هو بـ update الـ state مباشرة ما بيخدش وقت في الحتة دي دي نقطة النقطة التالتة لو انت حابب ان انت تزبط الـ settings بتاعتك يعني بمعنى ذلك فيه حاجة هنا اسمها number of shots او بمعنى ذلك الطبيعي في الـ quantum simulation اللي انت بترن الـ experiment بتاعتك بدل المرة مرتك كتيرة ليه؟ علشان تاخد الـ average بتاع الـ output اللي بيطلع لك لان المرة الـ واحدة ستطلع لك نتيجة random جدا لكن مع اكثر من كزا مرة في النهاية خالص هتقدر لو انت تكون probability distribution وتشوف ايه اكتر حاجة دايما كانت بتكرر معك فطبعا كل ما بتزود عدد الـ shots او عدد المرات اللي بتترن الـ experiment كل ما بتحصل على نتيجة افضل وتبقى قريبة جدا للـ analytics solution المفروض اللي انت تطلعه طبعا provider لو انت مشترك في حاجة premium فبيديلك طبعا options تانية مختلفة من هنا على حسب انت عايز تختار انهي quantum system اوكي انت بتختار هنا الحاجة اللي انت عايزها طبعا احنا مش هنرن حاجة دلوقتي لان معظم الحاجات دلوقتي 41 و47 فهي يعني تكون اتكسون تايم يعني احنا فغانا عن الحتة دي اخر حاجة خلص بتوم بدايس ايه run on IPMQ Athens and that's it ده بشكل عام الـ IPMQ experience طيب في بقى ميزة ألطة من كل ده في حاجة اسمها طبعا بالنسبة للناس اللي ما تحبش coding فده شيء كويس بسة في حاجة اسمها كونتوم لاب الكونتوم لب يعني بس سانية يلاد قبل ما يلاد ممكن هم دفمكن على نو نوتبوك بس السانية بدأ نرجع ثاني كده على طول دي الـ Quantum Lab الـ Quantum Lab هنا لو بتلاحظوا إيه اللي موجود في الـ Quantum Lab هذه from the case-kit tutorial. والنسبة للمشافة المتابعة التي قلت عنها ودخلها وتلمشف اقل الناس هناك مؤسسات عن الـ Layout ساعداء العديد هناك مؤسسات العديدة هناك مؤسسات للآخر لو تعطي تعمل المهمة للأساس لو تشغل على معين معينة أو معينة لتعمل لو تريد أن تذهب على العديد المهمة للأساس لو انت بتاع فيزيكس بقى وعايز تتزبط بقى أنهي جيد تشتغل قبل الثانية وبوقتي عدي ايه وبنسبة عدي ايه فانت عندك البالس عايز تشوف ديفرنت سيميوليترز فكل ده توتوريالز انت ممكن تشوفها والنهار دي احنا هنشوف يعني فيه كذا حاجة مع بعض حنشوفها مية عمينة او او انت ممكن بكل بساطة خالص تكارية انت نوتبوك جديدة ايه ده نوتبوك زي النوتبوك تعتقدت الجوبيتر العادية اللي موجودة او ممكن لا نفتحها في كلها بقى يعني تقوم دايس على نيو نوتبوك هيفتح لك جوبيتر نوتبوك لوحدها ثانية واحدة بس يعني بيحمل طبعا ده مش بيتران عندك على الجهاز خالص يعني حتى لو هتستخدمه على التليفون برضو مالوش علاقة بالتليفون ده شغل على سيرفر طبع اي بي ام ده رقم واحد رقم اثنين مندي لك تمانية جيجا بايت رام رقم ثلاثة غير ايد تناسي الكوماند لاين بس ثانية يعني أقوم بإمكاني شغل سي بي او انفو لانكز آآ 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 آآiyęَ نقوم بإضافة جديدة لأننا نضع command line مش programming نرن وهم هنا نكتر ألف خيرهم والله يعني ندين لنا cpu اسمه ده clock rate اثنين واحد من عشرة مش cpu واحد ده اكتر من كذا cpu انت بتتكلم في 6 كورس تقدر تشتغل عليهم اي انا اسف 8 كورس تمام فمدين لنا حاجة يعني ميت فولو 14 وقوي جدا 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 علشان بسيادتك او حضرتك لو حابب تعمل اي experiment وكمبيوتر عندك بايز تقدر تشتغل يعني مفيش اسهل من كده وهنا بقى انت لما حتاج تعمل install لحاجة محتاج تدور على محتاج توجع دماغك والله ايه اللي هيحصل واللي يتم ومش عارف ايه لا وهو كمان اول ما ما بتفتح النوتبوك هو automatically انت عندك ايه بتقوله يعني بت import الحاجات الاساسية والمهمة اللي انت هتحتاجها في اي حاجة انت ممكن تستخدمها بلوس اخر حاجة خالص اللي هي ايه load account فتعالوا كده نجرب مع بعض اللي احنا نلود يعني نرن الحتة دي لو سانيا حتى نمسح اللي تحت طيب قال لي هنا اي واحد طيب فيه نقطة مهمة جدا يا جماعة وانت بتعمل اي اوه اوه امع realize فيه حاجة اسمعها ايه ابي اي توكن امط tails هناو وبقيم رحل ال actions انا importing my account تفتح my account بالنقفل ده كده على جامح هنا لو بيقولك انت حتنزلها على السمواص superstar فبيقولك فلما انت تفتح ده يعني انا دلوقتي اتمنى وانا اشغال معاكم دلوقتي مثلا انت جيت فتحت الاكاونت بتاكت والمي اكاونت وانت اردي زي مبارح المفروض في الناس اللي انا اعرفوا اللي انتون ازلتوا كيسكت تمام وانت عايز تبتدي تربط نرسك او لو وقت ما انت ما تحب تشتغل على كونتم سيركت وتبعتها مثلا على اي بي ام فانت لازم يبقى فيه حاجة اسمها توكين معاك تمام فخش على الويب سايت ده وبتدي امشي على الخطوات تاني وبتدي امشي على الخطوات بتاعت الاي بتاعت التوتوريال اللي انت هتفتحه وما تنساش ان انت تبقى عامل كوبي بس للايه للتوكين بتاعتك وطبعا ما تخليش التوكين بتاعتك يبقى باين لحد علشان محدش يستغل الاكاونت بتاعتك في اي حاجة بس دي يعني حاجة انتوا تعملوها بايدكم دي نقطة نرجع لمرجان الاساسي قاله هو ايه النوتبوك اللي ان كنتشغال عليه لا وقبل غير النوتبوك كمان في حاجة ممكن نيفل ده كده طبعا وانت مخلص يعني يفضل يفضل يعني ان انت تعملوها شوتدوان علشان يعني ما تعملش اوفرلود عندهم قد تعال في خيرهم اصلا ان هم ايه مندي ينلن حاجات نظيفة زي دي نيفل ده كده نذهل نروح تاني ايه لل اسموها اه الستيركيات لما ديجي دفتح السيركيتس حيقول لك لو انت لسه اول مرة في حياتك مستخدمكش كسكيت اول حاجة انت عايزت تتجربه يلا نجرب مع بعض لطول حزا جماعة علشان الناس مبارح اشتاكد بتقولوا ريسورسز مش ريسورسز انا حبيت ان الموضوع النهاردة يبقى قد يعني انا مش مش هجيب الريسورسز من عندي لأ انا احوري لك اني فيه على النت كمية ريسورسز رهيبة بس انا هحط لك على اول الطريق وانت انطلق تمام وحنشح مع بعض التفاصيل بتاعت النوتبوك دي فيه ايه بالضبط اوكي دي جوبة النوتبوك زي ما منتفقين من مبارح ممكن هنا عادي جدا تكتب كلام زي ما انت عايز اوكي وشفت انتر هيعمل لك راند بعد كده هنا ايه الحركة الغريبة دي احنا من مبارح دي ما شوفنا هيا شو اللي انت لما تيجي توم قيل ايه from اللي بيري اللي انت عايز تندها import star يعني ايه import star هنا بتقول له بعد اذنك import كل حاجة جوا كسكت import كل حاجة جوا لو نفتكر كده بس انا نشغل الاول هتة دي import كسكت طبعا انا هو بياخد دوقتي على ما بيران رجع الران بسرعة كسكت ونعمل tab زي ما اتفقنا طبعا وهو بيزي هتلاحظ كل شوية تلاقي اللي بتاعدي كان بتكبر يعني او بتكبر وبتصغر دي الموديولز اللي جوا اللي ها بيندها كل دي الموديولز تمام اللي ها بيندها حلو كده فانت لما بتقول له بعد اذنك import star فهو بيندها كل الحاجات اللي جوا دي automatically وانت ما بتقعدش بقى تتنائي وتختار لانت حتكت حاجة فيها فانرن ده اوكي بعد كده circuit basics بخصوص ال basics لو نيجي نبص على ال composer تاني تعالوا مثلا نحط اي حاجة arbitrary مثلا c note rxx مثلا y هنا لو عايزين مثلا نغير connection بتاعت c note مهمة جدا بتقوم maif عليها اوكي double click تمام عندك حاجة اسمها control حاجة اسمها target مثلا انت عايز تخلي target بتاعك يبقى save فوق فتقوم راجع كده تاني فانت دلوقتي يبقى عندك control بتاع q2 و target بتاع q0 فوق تمام تاني double click و عندك control و target فانت بتحرك الموضوع سهلي جدا يعني تمام على الشمال لا اللي بتنفذ الأول على الشمال طيب مين اللي بتنفذ الأول الـ h ولا s ولا not لا الـ 2 بتنفذ في نفس الوقت طيب ما ده الواحد وده الواحد طيب ايه فايدة بقى اللي هو اللي اسمها pulse اللي جوه او الموديول اللي اسمه pulse جوه او pulse schedule اللي جوه كيس كيس هو بيحدد لك انت عايزت ترن من الأول والمدة قد ايه قال دي هتفرق او احيانا بتفرق ممكن تفرق كمان في الـ 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 المهم فانت بتبتدي ترن الحاجة من الشمال الى اليمين وانت ماشي يعني الموضوع بيمشي من الشمال لحد ايه ما توصل لليمين حلو كده دي الدايرة بتاعتك المهم انت عايز تدفين circuit وتقول والله انا عايز جوه الـ 3 qubits فانت كل اللي انت بتعمله بتقول له والله في حاجة اسمها quantum circuit او ممكن تقوم ايه circ او مثلا عباس محسن whatever variable اللي انت عايز تسميه مش دي قضيتنا لو انت كنت عامل import ksket بس لوحدة كنت هتقوم معي ksket dot ودور على كمية quantum circuit quantum circuit اهي طيب لو احنا علشان احنا عاملين موضوع import star فهي already quantum circuit موجودة مش هتضطر لانتك كل شوية ksket dot مش عارك ايه وتدور جوه في package وتوصل والعرف ده كله لا الموضوع صحيح وصريح معاك تمام فانت هنا بتقول له بعد اذنك اما عايز quantum circuit بتاعتي فيها 3 qubits تمام بعد كده هنا بيبتدي في شوية كلام بيشرح بيقول لك انت بعد ما بتكريت circuit دي you can add gates او الoperations علشان تعمل manipulation لل cupids او registrars بتاعتك بعد كده احنا في التوتوريال اللي هم موجود هم هم هكريتوا حيك اسمها ghz state اوكي ghz state يعني فيما في entanglement هتشوفوه الentanglement بيبقى ما بين two qubits ghz state تبقى ما بين three qubits تبقى ويتم استخدامها في حاجات كثيرة جدا يعني هم بيقول لك علشان نحن نكريت quantum او يعني نكريت اللي 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 بيحصل قال لك اول حاجة بيحصل على الكيوبيت الاولاني اللي هو zero تمام فهو بيعمل ايه بيحط الكيوبيت الاولاني في حديث superposition بعد كده بيحصل c نوت ما بين zero والواحد او قصدي ما بين كيوبيت اللي فوق خالص اللي هو zero وما بين كيوبيت اثنين في بيقول لك على ideal quantum computer the state produced by running this circuit would be the a the ghz state above طيب يعني ليه هم حطوا الجملة دي لما انت في ideal computer مستحيل مستحيل ان الresult تطلع معك perfect بالمنظر ده بتبقى فيها شوية z والز كلا من بعيد ال possible status الثانية وده برده احنشوفها مع بعض يعني فاول حاجة احنا عايزين ايه نأبلاي هذا مرض طيب احنا كريتنا variable فوق او يعني يعتبر سيرك ده دلوقتي نبقى variable جوا methods كتيرة ايه methods كتيرة دي لو دوس نسيرك dot ونقوم دايسين على tab تمام فتلاحظوا ايه ancelas فيه حاجة اسمها append لانت عايز تزود مثلا سنشوف الabend بتعمليه فيما بعد في حاجة اسمها barrier برضو هنشوف ها سوا هنا وطبعا فيه ccx 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 لدي عدد الoperations الموجودة فيه controlled rotation x controlled rotation y controlled rotation z فيه swap controlled square root x square root not ccx 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 طيب لو انت عندك لو تفتكروا هنا هو في واحد مثلا بعث لك ايه الفايل ده والفايل ده مثلا فيه شوية operations وانت مش ما عندكش دماغ الى انت رسا هتحوله في بايثون يعني فقطر الف اخرهم عاملين ايه اه انا روحيت فين اللي انت from qsm file او مثلا انت عندك string تاخد البتاعة ده copy وتحطه في الاعين كده هو وتاخد الكلام الحلو ده كده كوبي تمام كنترول سي كنترول في نحة تانية وشكرا كنترول في هنا اهو الثانية لا ده التوكين بتاعي اه كوبي هو بقى يتعامل مع نفسه ويندهلك كل حكاية زي ما انتم شايفين كده 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 انت حتى بقى جوا كل الهاتف يعني ده يعني ده يعني يعني مريحينك لعبا بالحدود يعني في تاني مثل ستانية او في بقى يعني 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 ده ادفانست شوية اهه الايزومتري ده اللي هو يعني انه افترك جدل يعني انت عندك هوبرياتور كبير جدا انت تتكلم مسلا هوبرياتور او 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 مترิكس اهه مسلا ستاشا مسلا خمسة في خمسة او ستة في ستة اه حاجة جبنا يعني وانت عatched تفكها لجيتس صغيرها فهتفكها ازاي هتعمل دي كونبوزيشن ازاي فيه حاجة اسمها الايزومتري حاجة اسمها في بقى الامي دي بداية الجيتس اللي هي اسمها ام فدي اسمها ملتي كنترول ار اكس ار واي بقى ار ز تي في حاجات بالهبن في حاجات مجر في مجر اكتف ده ده اللي انت بتمجر بس الكيوبيتس اللي عليها اوبريشنز في كيوبيتس ممكن ما تعملش عليها اوبريشنز في الشرط اللي انت تعمل لها مجرمينت ده بيقلل الريد اوت معاك في تانية يعني بس يعني بعد ما نخلص ده هم نروحك الديكمنتيشن هم نتفرج الدنيا من جوه فيها فيها بلاوي يعني المهم المهم احنا عايزين نعمل ايه جي اتش زد ستيت فكان اول حاجة قالها انت حتابلاي هذا مرض على الكيوبيت الاولين فانت كل هتعمله دوت اتش زيرو بعد كده بتاد اسي نوت ما بين كيوبيت زيرو واحد فابت اسي نوت عندك سي اكس زيرو واحد بعد كده بيقول لك اسي نوت ما بين زيرو واحد وفيكوبيت رقم زيرو واحد رقم اثنين اللي هو يعطيقها الي تلاته فابتست Landsat سيركي دوت سي اكس زيرو واثنين طبعا الرقم الاول ده ده بيبقى الكونترولينج بيت او الكونترولينج بيت واللي بعديه ده بيبقى التارجت فيلا شفت انتر تمام احنا كده رنينا الموضوع هنا بقى بيقولك يلا نعمل فيجوليزيشن فابسط فيجوليزيشن لها خالص اول حاجة يعني الفيجوليزيشن المشهور بتاعهم قبل حتى ال MBL الناس اللي بتحب الاتيك فيتعامل لك بيجوليزيشن بالمنظر ده فيه بقى طبعا ال MBL بيتعامل لك بالمنظر ده طب لو نفترك جدا انت عايز تغير الاسامي وتغير الشكل لو انت عايز تغير الالوان نعمل ايه ابسط حاجة خالص تفتح كده كيسكت درو اول حاجة اقل لك ايه توتوريالز احنا مش عايزين نشوف فتقوم داخل لجوه ايه للدروور فهنا بقى ده الفاري والزلات ده ممكن تغيرها وتتحكم فيها بتعمل فيها كل اللي نفسك فيه طبعا تبقى تقلب كده تعيش جوه الديكومنتيشن تعيش جوه الديكومنتيشن طبعا احنا لو حنقعد نفصص كل المثود لوحدة ممكن نخلص السنة الجاية فايه دي حاجة ترجع لك انت بقى انت عايز تدور دور براحتك بس اقلت لك انت بتدور ازاي تاني بتكتب اسم المثود اللي انت عايزها قبلها كلمة كيسكت اول حاجة دقائما وبعدا يعني بنسبة تسعين في المحي يبقى لها توتوريال ما لقيتش توتوريال خش على الديكومنتيشن ما لقيتش الديكومنتيشن وده يعني مستحيل في الموضوع ده تمام خاصة مع كيسكت يعني هتبتدي تقوم ايه رايح على جيت هب وتبتدي تدعبس في الكود بس يعني ان شاء الله ما ما يحصلش يعني اللي انت ايه توصل للليفت ده في هنا كده حاجة مهمة اا يعني منتوا شغالين عماتا مخصوصة في الحاجات الـ او يعني يعني انتابر في الستاشن اللي جاي ان شاء الله اللي هتبقى بعد بكرة الـ ممكن لو تفتكروا من المحاضرة اللي فاتة كان ليا ريبوزنتيشن معين محي فيه كيسكت من جواه بيتعامل مع مختلف شوية بيعمل شفتنج ما بين الكوبيت وبعضاء بمعنى ده هو بيعتبر ان الكوبيت اللي فوق خالص الذي هو رقمزيرو ده واللي تحت ده المست سيجنيفكنت فبسبب الليلة دي هو بيبقى ليه مختلف في الميتريكس بتاعه ممكن حاجة زي دي حالية انت ما تحتمش بها ولكن لما حتيجي تبشي شوية في الأكاديميك بوكس يعني أكثر في الأكاديمية كل الناس النوتيشن الأصلي بتاعه وحتى كمان كان في المحاضر بتاع الدكتور روشا كان يتشغل النوتيشن اللي هو الكوبيت اللي تحت يعني الكوبيت اللي تحت ده ده وده المست سيجنيفكنت كيس كت عكس الدنيا شوية جواه يعني اليهم التاتش بتاعه بس فدي نوت المهمة اللي انت لازم تباخد بالك منها ممكن تفرق معاك بعد كده طيب احنا عايزين ايه نشتغل هنا ايه نشتغل على ستيت فيكتور سيميلياتور احنا عايزين نشوف اللي ستيت فيكتور اللي طلع علينا علشان نتأكد ان فعلا السيركت دي هتطلع علينا الكت ده تمام ف بنقول والله from kiskit import air وكده كده اير اصلا موجود كده كده اير اصلا موجود كده كده اير اصلا موجود ليه لان احنا من فوق عميه النصدر بس زيادة التأكيد طيب احنا بنقوم عايزين ايه اير اصلا من جوا في حاجات كتير برضو يعني انت الموضوع عامل زي الشجرة الشجرة بيبقى ليها فروع والفرع بيتفرع من جوا حاجات فمثلا مثلا يعني لو كتبنا اير ضد كلمة ايه حتططع لك كلمة وكلمة ايه طيب لو حنقول كلمة وضط نافعش حاجة من جوه تمام يعني انت اخرج في الباكيج بتاعت الايري ياما وشكرا على كده طب معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده زي ما كم موريتك في حتة سياتك تكتب كيسكة وعيش بقى في الكود من جوه تمام احنا عايزين ايه حضرتك حتكتب جيت باكيند وتقوله بعد اذنك اندهي الباكيند بتاعت الاستيد فيكتور سيميليتر ودي بقى الباكيند بتاعتنا يلا نرن السل السل اللي بتترن شفت انتر ما تنساش بعد كيه بيقول لك هنا ايه مرحوظة ما علينا طيب في هنا حاجة اسمها اكسيكيوت اكسيكيوت دي هل الكماند ده متعرف اه متعرف ليه متعرف عشان تاني احنا عملنا امبورت اه بل ستار كل حاجة من كيسكت موجودة في كيسكت دوت اكسيكيوت موجود طيب في الاكسيكيوشن انا بتديله ايه في الاكسيكيوشن انا بتديله اه ونقع الباك اند طيب هل في حاجة تانية ممكن اعملها او ممكن اديله حاجة تانية لو انا اه ممكن اديه لا تانية بلاش الحركة دي انا ممكن اقوم ايه انت دي كلها برامترز انت ممكن انت اعندل فيها من هنا البكرة الصبحة على حسب الحاجة اللي انت عايزة تمام دي برامترز وفي النهاية خالص بيريترن ايه بيريترن بيريترن حاجة طيب اسمها بيس جوب هنشوف ايه هي البيس جوب دي دلوقتي مع بعض الله وكرا الله وكرا اعمل ران طيب اه قبل اي حاجة اه اه الجوب الجوب على بقى عن اوبجيكت غريب كده احنا مش فاهمين حلو ولكن احنا ممكن نخش جواه ونعرف اين اللي موجود فيه ازاي ضد وتاب طب احنا عايزين بتاعت الجوب دي ايه احيقول لك والله الباك اند بتاعتها اااا ااا ودى اهم الحاجة فيهم اصلا اميريترن اسم الـ Back-End الـ Back-End Version الـ ID هل الـ Experiment حصل فيه ساكسس؟ ولا لا الـ Number of Shots طبعا احنا ما نجده بالـ Shots هنا هذا الـ State Victor بس دبقى حاجة دفولت جواه اسم الـ Circuit DA الـ Circuit 7 الـ Time Taken هو اخذ وقت اديه على ميران الـ Circuit هل كان فيه بلا الـ Execution ولا لا الـ OMB ده كل الحاجات دي يعني الـ Internal Configuration الـ CPU هل هو بيشتغل لا 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 الـ الاخير من الكلام ده فـ فيها كل حاجة فـ نرن الـ Result طيب الـ Result ذات نفسها ممكن نطلع منها حاجات من جواه ممكن نطلع حاجات من جواه فيه الـ Back-End الـ Back-End Version يعني التفاصيل التي نرى هذه ولكن بس بالسحتوفة بمعنى أدقى فلنفترض على سبيل المثال اللي نريد أن نرى الـ State Victor فأنا بقول له بعد ذلك حضرتك ادي السرك الثاني والـ Decimals هنا لو احنا مثلا هنشل الـ Decimals ونخلقه كده بـ Print هتلاقي بيتبعرك أرقام كثيرة جدا احنا نرى كل الأرقام دي يعني بكبرنا مثلا لو ايه هنخليها ثلاثة أو حتى اثنين اه صح لأ ثانية هنرى الـ Decimals هنقفش خلاص هيني؟ طب ما علينا المهم ايه الـ State Victor اللي طالعلي ده؟ هنا لو تلاحظوا انا انا عندي كم element موجودة عندي ادي واحد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والثامر يعني تمانية او هو ليه هم تمانية؟ تمانية علشاء انت عندك تمن احتمالات ليه عندي تمن احتمالات؟ انا عندي ممكن هنا يطلع ايه؟ ثلاثة صفار او بمعنى دك اثنين قص ثلاثة معلش اثنين قص ثلاثة بتمانية فانت عندك 8 configurations ممكن يطلعوا او 8 combinations ممكن يطلعوا من الأرقام ايه الـ combinations اللي احنا محتاجين لهم اللي هم الثلاثة صفار والثلاثة وحاية والـ probability تعتبر كل واحد فيهم واحد على اه او تعتبر نص probability تعتبر اينا نص اللي هم الثلاثة فلو تلاحظوا اللي هي واحد على جزر اتنين هاي ده بالنسبة للصفار واحد على جزر اتنين بالنسبة للوحاية واللي في النص ده كده كله صفار هل ده الـ state vector بتعالجية ممكن تكتبها بايدك وتتأكد او ممكن تحسبها بـ non-buy وتتأكد تماما ممكن تشوف الـ visualization لو انت حابب مثلا انت تعمل plotting للـ output state فانت مثلا هتلاقي حاجة اسمها plot state city هنا هو بيعمل لك plotting هنا لو تلاحظوا عمل plotting بالنسبة للثلاثة صفار مع ثلاثة صفار والثلاثة وحايد مع الثلاثة وحايد يعني بمعنى هنا فيما بعد فيما بعد ان شاء الله كده وانتم بتكملوا فيه فيه concept كده اسمه dynasty matrix تمام dynasty matrix ده عبارة عن outer product بتاع الـ state outer product بتاع الـ state يعني outer product outer product ده عبارة عن الكت مضروبه في الـ pro تجرب كده مثلا تدرب الكت في الـ pro حتلاقي ده الـ outer product بتاعك وهي ده density matrix فالـ density matrix انت حاجة بتعملها visualization وعايزة تشوف الـ values بتاعتك اللي موجودة ده تبقى بالمنظر ده اوكي طبعا ده يعني مش عارف ده اسمها يعني entangled state ده رقم واحد ده رقم اثنين بسبب او ما علينا ما علينا براش نخش في التفاصيل ده عشان ما تلغبتش يعني كده كويس في حاجة اسمها unitary back end ده الفايدة بتاعتها في ايه؟ الفايدة بتاعتها اللي هي بتكالكوليت اثنين قصة ان في اثنين قصة ان matrix representing the gates in the quantum circuit هي ايه الجيتس اللي احنا اشتغلنا عليها؟ الجيتس اللي احنا اشتغلنا عليها عبارة عن c-not وعبارة عن هذا مرض عندها اثنين c-not وعندنا هذا مرض اوكي دولة التلاتة تلاتة operations التلاتة operations دولة يعني نخلينا كنا نجيب الموضوع من الroot بتاعه في الفيزيكس لما بنيجي نقول احنا عندنا matrix بتأثر على system فهي ما بتبقاش matrix باللفزة تانية بيسمها operator اوكي فانت دلاتة عندك مجموعة operations دمت فمجموعة الـ operations دي ممكن كان لما جمعانها ونفتصرها في ايه؟ في operator كبير اوكي معاكم ممكن تجمعها في operator كبير او matrix كبيرة تمام ودي الماتريكس دي بتبقى unitary طيب لو انت مكسل ومش عايز تحسب الماتريكس دي با ايديك وحابب ان انت تشوف الـ unitary دي بنفسك فبتقول له والله بعد ازنك احنا عايزين الـ unitary matrix اه unitary simulator تمام الفوق الـ back end احنا كنا معرفين ايه get back end state vector simulator انت مرة دي عملت هنا ايه؟ قلت له unitary simulator بعد كده بتديله تاني circuit وبتديله back end وبتقول له job result وفي النهاية ايه؟ result dot المرة اللي فاتح احنا قلنا get state vector المرة دي بنقوله ايه؟ get unitary open run اوكي رح طبعا هو مطلرة كمية الاسفار دي طبعا علشان احنا نخلص من الاسفار دي لازم ارستارت تاني كرنل عشان ما ماشي احنا نرستارت الكرنل بclear output مش هتفرق كتير start in kernel مش هي not trusted hello job is not defined oh مش مش ماشي تتاني. راحت فين? برضا انت مصرر انت خلاص عشان دخلتك وستشان ماشي. احنا قاسفين. اه كانت غلطة من اه لا احنا فين احنا فين احنا. المهم ديل الميتريكس او ممكن احنا ممكن نزبط كده حاجة. يعني علشان يعني الاشو الكويسة اللي هي طلقت بالمنظر ده. ممكن نزبطها من من بره خالص يعني set pre position in python in python in python in python in python. يمكن ان تراجعه من جيد والامريض حاجة. قلت جوناكje رزيجح كل pension ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحمد لله مثلا احنا ما عندناش اي فاز فحارثة ان الجي تعتبر بزيرو ده بس يعني بس بس ده يعتبر زيرو انت ممكن انت نجلكته تماما اصلا يعني دي حاجة بس لو تلاحظوا ان من المفترض يعني في حاجة زي كده من المفترض ان في اخر خالص يبقى بتاعتك او واحد على جهاز الاثنين ومفروض بدل ما كانت تبقى في الاول ومفروض تبقى متشفيتة في الاخر بس بسبب يعني لو انت كتبتع بيدك بالربوزنتيشا مثلا دكتور راشو النهاردة عملته لكن بسبب ان الكيوبيتز من جاء متشفيتة بحيث ان الاول كيوبيتز هو ده مش الاخير فبسبب كده تلعت معاك البتاع بالمنظر ده فلو انت هتشتغل وعايز تحسينها بيدك حاول انت تاخد بلك ان سي نوت الربوزنتيشا بتاع كيسكت من جوه بالمنظر ده مش بالمنظر المتعرف عليه في الكتب خدوا بالكم من النقطة دي قوي 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 اخر حاجة خالص بالنسبة للكيو اي اس ام اللي احنا عايزين نجيب نطلع بقى بروبيبيليتيز يعني وهم كمان برضو هنا قال لك نوت الربوزنتيشا بتاع البيت سترينجز والكلام ده كله طيب احنا عايزين نطلع ايه بصفر وحيد اوكي احنا كي كي عارفين ان لو حنجيبها بطريقة انالاتيكال شوية او يعني بطريقة فيزيكال احنا عارفين ان البروبيبيليتيم حتطلع هاف سواء للزيرو او سواء للون يداية ده حل? احنا رحنا معرفين سيركت جديدة سيركت جديدة دي اه فيها اه لو تفتكروا في السيركت اللي كانت فوق كان فيها رقم واحد بس اللي هو ثلاثة لما تيجي تعرف رقمين فده معناه انت بتقولوا والله انا عندي ثلاثة كيوبيت وقدامهم ثلاثة كلاسكا ريجستر عشان نخزن الريزولت اللي طلع من نخزنها في ايه؟ في الريجستر بعد كي في حاجة اسمها بارير اوكي البرير ده اه يعني نرن الاول وتشوفوه اوكي البرير هنا اه اه ليه ميزة مهمة جدا يعني خاصة انت بتشغل الحاجة بتاعتك على الكوانتوم هاردوير ايه هي الميزة بتاعت البرير اه احيانا بعد بعد ما بتعمل كومبيل السيركت اه بسبب اختلاف الكنيكتيفتي بتاعت الاركتكتشور والكنيكتيفتي دي ان شاء الله يعني هتشوفوها في يوم الخميس احيانا الكيوبيتس ممكن تتشافت ممكن تجي مكان التانية الاول تحت باند اللي هو ايه؟ يحاول يمنميز عدد البيتس اللي بيتعمل يعني ويحاول يخلي السيركت يبعادة الابريشن فيها قليلة فانت عايز تمكشور ان مسلا السينة الاولانية دي حتران الاول فبتقوم حطت حاجة اسمها البرير تقول له لا خب بالك انا عايز الترتيب يبقى ماشي بالمنظر الفوليب فهو يعني تيك انت كونسيدوريشن فيه ترتيب معين فبالنسبة مسلا للميزرمنت احيانا انا ممكن تلاقي ان فيه كيوبيت في النص مرة واحدة يمقى يلا كيو والله انا هعمل ماشر من الكيوبيت ده في الاول فلا انت تقول له بعد اذنك خلص كل الابريشن مرة واحدة حط بارير وبعد البارير اعمل الميزرمنت فالبارير هنا ده يعني مش مش كوانتم اوبريشن ولا حاجة ولكن انت بتقول للكمبايلر بتاعك بعد اذن حضرتك ما تشاف يعني يعني فيه اوبريشن امشي بالترتيب اللي انا اقيل لك عليه ما تجودش انت من عندك ده مهم جدا الحلوبة دي المهم احنا عرفنا فيها تلاتة قيوبيت وفيها تلاتة وفيها تلاته جميع وفيها ثلاثة وسأحطينا فارير ولو لو تلاحظوا جوة ك libertarian sandwich بعد اسمك ايه بدل معرف انا كل حاجة بايديه لقلت له رينج ثلاثة على طول تمام لو تفتكروا رينج عشرة مسلا بتاعت امبارح في في التوتوري اللي احنا كنت شغالين عليه تاعة البيتون وبعد كيف يبنوا معيله ايه ميجر او يعني السيركت اللي اسمها ميجر اه دوت ميجر اوكي طيب في الميجر هنا انا بدي له ايه ال quantum bits تمام تلاتة وال classical registras خزين لي النتيجة بتاعت ال 3 quantum registras مع ال 3 classical registras احنا فوق كانت عندينا curly أو Kanום circuit يعني كانت اسمlension circ تمام وعندنا عايز كثيرة جديدة طبعا انا عايزى يجمع الاثنين على بعض عايز ايه الاثنين على بعض اكل بساطة استعمال منهم طبعا انت مانك عايز تعاني ل 그랬 logistics جديدة ومش يعرف ايه وبتاعها والكلام ده كله وتكتوبها هتكبر هتضطر لانت السيركيت دي تمام بالميسوتز اللي احنا شفناه مع بعض سيركيت دوت هنا تبتدي بقى تقادي ريجستر وتتأكد ريجستر ده بقى تشوف من جاء اذا كان كلاسكا ريجستر ولا لأ وتمكشور اللي هو مظبوط وكلام والهاصل ده كده كله على بعض اول انت تكتب السيرك دي او الكوانتوم سيركيت بقى من اولها وتزبط كل حل هو هنا ملخصلك المضوع راح قال لك ايه لو والله احنا هنكارك ايه حاجة خفيفة وصغيرة نسمعها مسلا ميجر تمام او ميج او او ميز عايز تسميها ايه وتجمع الاتنين على بعض وتحطهم في مسلا جديد اوكي يلا واحنا عملنا من شوية فاطدع لك الرسمة دي الرسمة الاصلية بتاعتنا اوكي وعندك ايه سري كلاسكا هيتخزنه النتائج ديه اوكي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مرة استخدمنا Unitary Simulator. دلوقتي هنستخدم ايه؟ QSM Simulator. في الـ QSM Simulator. هريترنلك الريزولت بتاعتك. ازل ايه؟ 0s و 1s. اوكي. وهنا بقى اضفنا حاجة جديدة. ايه هي الحاجة الجديدة؟ اه غير اللي انت بتديله الـ Quantum Circuit وغير اللي انت بتديله الـ Back End. انت بتحدد بقى ايه؟ عدد الـ Trials او عدد الـ Runs اللي بتشتغل الـ Quantum Circuit بتاعتك. فسي مثلا هنا انت مديله 1024. مديله كام? 1024. طيب. نرن. طيب. هنا هتقول له ايه؟ جيت State Vector ولا جيت Unitary؟ لأ انت هتقول له هاتت ليك Counts. ايه هي الـ Counts؟ الـ Counts ده لو نفتكري ان برحكها مع وعد احنا شوفنا حاجة اسمها دكشنري. دكشنري ده بيبقى عبارة عن ايه؟ كي. اصد او كي. وعندنا فالي. فالكي هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 صفار. او اللي هما يعتبر الثلاثة زيروز الاولينين. او الثلاثة زيروز الاولينين. والكي التاني عبارة عن ايه؟ ثلاثة واحد. طيب ايه الـ 521 و 523؟ لو جمعت الرقامين دولت على بعض. يحدد لك 1024 محاولة. 503 منهم طلعت لك ايه ثلاثة صور. و 521 مرة طلعت لك ايه ثلاثة واحد. الله. هو مش من المفترض اللي احنا. و احنا بنرن مثلا. يعني احنا ايديال سيميليتور. ده صحيح ايديال سيميليتور. بس ايديال سيميليتور بيريترن لك بروباباليتيز. مش بيريترن لك استيت فيكتور. الاستيت فيكتور لو نفتكر مع بعض. كان بيريترن لك الحاجة. ان الاتيكل بطريقة مصبوطة و صحيحة. لو راح فين اهو. الراجل اهو محترم اهو. ثلاثة صفار. منتهالك ايه واحد على جازر اثنين. ثلاثة وحاية منتهالك واحد على جازر اثنين. بروباباليتي بضدك. لكن في الكاونت بيريترن لك ايه؟ بروباباليتيز فقط لغيها. 521 مرة طلعت ثلاثة وحاية. طب تعالو كده اندرا لناك على المرة ونشوف. ممكن يطلع لنا عين. طلعت لك 499 مرة ثلاثة صفار. و 525 مرة ثلاثة وحاية. طيب. تعالو كده نزود مع بعض عدد الشوتس. نحن ممكن نوصلها لكمسين الف. مش هتفرق. لو تلعظوا اربعة وعشرين الف تسعمائة واثنشر. و خمسة وعشرين الف مية واثنشر. لو تلعظوا ان الفرقات ما بينهم مش كبيرة. مش كبيرة. قريبين جدا من بعض. الشي به يونيفورم ديستريبيوشن بشكل رهيب يعني. ويقول لك افروكسيمتلي 50% of the time the output bit string is 000. كسكت also provides function plot histogram. لأنا عايزين نعمل plotting للهيستوغرام بتاعنا دي. للcounts اللي بتطلع دي. فتعالو كده نشوفه سوا. او راح فين. ثانيا لو تلاحظوا ان الطبيعة اللي هو يطلع لك نص ونص. فهي يعني. يعني فيه slight difference بسيط ما بينهم. يعني ده 0.4 لو قربتها بـ 0.5. وهنا لو قربتها بـ 0.5. قريبين جدا من بعض. طيب ايه اللي يجرى لو احنا قللنا عدد العدد الشوطس. 50 مثلا. 1 و 30 و 19. اخترفت بقى شوية. ليه؟ كل ما تقلل عدد الترايلز بتاعتك كل ما هيحصل لك في الريزولت اللي بتطلع. مش حاجة لطيفة اللي انت تقلل عدد الشوطس. تمام؟ وبالمناسبة انك ترن الالجوريزم بتاعتك بقى اقل عدد شوطس ممكنة او ترايلز ممكنة. وتحصل برضه على نتيجة نوعا ما مردية. طبعا النتيجة دي مش مردية لان المفروض يبقى في الدنيا طبعا يبقى ريبين من بعض. سبحان الله بالبخت. انا مش قصدي حاجة يا جماعة. 50 و 50 دي عمرها ما طلعت معي. يوم مرة تحصل. او مرة تحصل او الله خمسين و خمسين دي. طيب يعني يعني الواحد يما يعيش يما يشوف. المهم دائما بالنسبة للحاجات الايليال بكفاية جدا لو يعني لو الكمبيوتر عندك نوعا ما ضعيف. ولكن زي ما انتم شايفين اه تاني الكمبيوتر بتاعي. انا تعمدت اللي انا مستخدمش الكمبيوتر بتاعي. مع ان بالرغم اللي انا يعني حالان مقاوم جوبتر نوتبوك لعله عاصي يعني يعني هنترى لنستخدم حاجة او اي شيء. ولكن كل حاجة متوفرة يعني على الحاجة بتاعي بي ام. فممكن كده نبتدي نخلي الناس تسأل. اوكي. هل في حد حابب يرفع ايده او 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 اه طحت امركم. او اول واحدة واقف ايده. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. او ممكن زي ما حضرتك كده الوحيان الفقن الناس تفضل الناس ممكن تذكر الباقي او ممكن تقول لنا ممكن نعرف نجيب سابر سيرشز منين لو عايزين نشتعل في حتة معينا أو تراك معينا؟ طيب قبل أن أجيبها لك كيف؟ كل خرم إبرة في المجال ده ممكن تطلع منه بيبرز وورود فهو سيتوقف على حاجة واحدة بس أنت دماغك رايحة فين؟ فأي حاجة في المجال ده ممكن فعلا تطلع منه بيبرز اللي أنت تقلل عدد الترايلز وتطلع نتيجة كويسة ده ريسرش الواحدة أنك مثلا تعمل كومبيلر كويس اللي يقلل لك عدد الـ وفي نفس الوقت يطلع لك نفس الـ فده ريسرش الواحدة أنك مثلا تعمل تكريت لانجوش اللي أنت تربط ما بين الكوانتم هاردوير وكلاسيك الهاردوير على الكلاود وده حاجة حاليا تفكر فيها ده ريسرش ليس مجرد حاجة أكاديمية لا وكما انتصري فيها أدي بس لنفسك للوقت اللي أنت تدائجست المعلومات الكتير اللي أنت تتقال خلال الـ وحتى خلال الـ اللي أنت هتشوفها وأنت شغال تمام؟ وبعد كده كرر بنفسك أنت عايز تروح فين بص يا كريم هو يعني أنا أنا ماشي أنا معاك والله وفعلا ده ده حقيقة أنا أي فور ما يبره هدفولوب فيه هتطلع منه حاجات بس دايما بنلاقي فلوز أو اتجاهات الناس الكبيرة اللي زي أحضراتكم برضو بيحددوها إحلا بنحاول نحاول معاك ونطلع الحاجة ما ينفعش مثلا أخش يعني أنا مثلا الحاجات اللي مدايقين في كسكت أن إحنا بنكتب اسم السيميليتر أز سترينج جوه الباك اند بديلي الفونكشن كده بس أنا عملت كنتروبت قبل كده بس ما قدرش مثلا أروح أقول لهم إيه هو إحنا ليه بنعملها أز سترينج كده ساعة كتير أو بغلط وبكتب اسم السيميليتر غلط أو أين كان اللقطة بس ده هيجي تشينج فما ينفعش أقول لهم لا فماشي قشت أنا هدور وكل حاجة والباكراوند ممكن تديني الانيشال بوينت أن أنا أقدر أفليب أو أعمل الحاجة ككوانتم بس يعني لو في مكان أقدر أدور فيه أحسن على تراكس الناس ماشي فيها أكتر ده شايفوا بيبقى حاجة أو بطيئة طيب حاولك على حاجة حلوة عندك أكترونت على جوجل سكولور آه طيب كويس هل أنت عمل فلو للناس معينة؟ آه طيب الناس المعينة دي شغالة في إيه؟ يعني دكتور رحمد يونس برضو أو السيد عبد البسط وفي ناس كتير بتطلع بيبرس بحاول أقراها ساعت كتير أولا بفهمسي وساعت بفهم طيب بص 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 أديك قلت المشكلة والحل في نفس الوقت أنت الحمد لله في مجموعة معينة الانت بالطبيع موظم المجموعة اللي قلت عليها نظم شغلة الكوانتوم الانت حلو؟ ده ااتجاه ده اتجاه جوال كوانتوم كومبيوتنج اللي انت يجrei عن على الألغorp على الالجوريزمات بس فيه اتجاه تلك اللي انت تبقى شغال على كوانتوم escriintegr فيه اتجاه تلك اللي انت تبقى شغال كوانتوم ممورية فيه اتجاه الرتفعة لـ Kollegen realistic وتبقى شغال على كوانتوم هاردويرة حلو؟ في الثلاث حاجات أو الثلاث حاجات اللي أنا أتمنى بلد، مثلاً يعني جواهم فيها حاجات كتيرة، فلو أنا حاعد أتكلم في كل حاجات جواهم مش هخلص طب علشان تحل المشكلة زي دي، أنت بنفسك، يعني أنت كشخص تشوف مثلاً ثلاثة أربعة آخر، أنت مستليح ليهم أو حسن الاتجاه بتاعهم يعني قريب من قلبك، وبتدي تباعهم، يعني في ناس أنا قريباً لها فلو، هم تباعها، وبستنى هم ما هي تباعها في إيه وطبع إيه، ده رقم واحد، رقم اثنين، في حاجة اسمها أركايف، أركايف يعني الثقافة أركايف للأسف في مصر ليس قد كده، ولكن هو مهم بشكل غير طبيعي بالمرة، لأن يعني يكفي أن في يوم بييني في بداية يناير، لا مش في بداية يناير، كان في ديسمبر، في يوم مرة واحدة، كان في يوم واحد ترعت أكثر من اثنين وخمسين بيبر في الكاتيجوري بتاع الـ Quantum Theory عاماً، منهم كان حالياً عشرين بيبر في الـ Quantum Computing، فتخيل في يوم واحد ترعت عشرين بيبر في الـ Quantum Computing تمام، 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 كريم أنت موجود ولا أولاً لشي موجود؟ لا ومعليش بس انا عندي النت بيروحه بيجناسف فانت بنفسك لازم تمنطر انت الستاتس بتاع الفيلد وبناء ان عليها هتقدر تقول انت حبيب ايه او انت عايز تشغل فيه لكن انا مقدرش اقول لك مهما اعدت لك في اتجاهات في معظم يعني او بمعنى الاتجاهات الموجودة دلوقتي كونتوم مشيل لرنج اوكي او او كيف تستخدم الاتجاهات الموجودة علشان تحقق كونتوم ادونج بس بس هذا الجنرال وده اللي ماشي فيه ناس ابتدت يعني بس اللي يشتغل كونتوم امج بروسسن بس استيل انت محتاج هاردووير جبارة علشان تعمل كونتوم امج بروسسن الاتجاهات الموجودة بالنسبة كبيرة جدا انت محتاج هاردووير يعني قوي لغاية و Lieutenant Time بتاعيه كبير جدا ف.. وهو ستطلب منك لانت تبقى مذاكر كوانتوم ميكانيكس بعنف ممكن انت تبقى مذاكر كوانتوم ميكانيكس بعنف وفناية تقول ايدي الله لما الفينزا مش حبه منه اللي عمل الركومينديشي اوه فيعني انت 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 اللي تقول يمين او شمال مش انا شكرا جدا انا العفو حضرتك استاذ مصطفى محمد هلو اه معلاش اه استاذ مصطفى كنت تكلم وعليك سلام تفضل حضرتك اوه في سؤال بس بالنسبة للكلاسيك كمبيوتر والكوانتوم كمبيوتر هل الكوانتوم كمبيوتر هيديني نفس النتايج بتاعت الكلاسيك طب الفائدة هتكون فين هل هو هيكون اسرع او اطاب السؤال التاني هل الاكوال بتاعت الكوانتوم كمبيوتر الكمبيوتر بتاعي مثلا هيقدر استحملها يعني مثلا انا مشغلت مرة كود بتاعت ماشير ليرنج الكمبيوتر كان يتحرم فهل الهاردوير كان هيستحمل الكلام بس شكري انا عفو حضرتك من اكتر الحاجات الغلط اللي داي من الناس بتشوفها لما انتبه فيه تكنولوجيا جديدة طالع تقول لك ده معنى اللي احنا نلغي التكنولوجيا القديمة لا الكمبيوتر مش هيريبلايس الكلاسيك الكمبيوتر عامة تانية الكلاسيك الكمبيوتر سيبقى لي استخداماته عادي وهتظل مستمر معنى يعني ندى نقول لعقود جاية ليس كم سنة النوطة التانية الكوانتوم كمبيوتر سيبقى لي استخدامات في اماكن معينة او في أبليكيشنز معينة والأبليكيشنز دي هي اما ستبقى بسبب اللي هو سريع فيها او بسبب اللي هو سكيور فيها او كي دي حاجتين بالنسبة للمشين ليرننج انا قد اقول لك ان انا كمبيوتر بتاع ابسط حاجة يعني انت قلت ان تكون الكمبيوتر حتى تحقيق انا لو اللاب بتاعنا لو حبيت مثلا اراني نيورال نتورك اممكن الكمبيوتر يعني حيولته مجنبي لو شغلت مثلا او عملت تريم لنيورال نتورك كبيرة يعني عليه فنحدد اكتر مثلا جزء ايه الكوانتوم مشين ليرنج اللاب بتاعك اكيد حيبقى ليه قدرات معينة حتى حتوصله لليفل معين تمام الليفل ده اكيد اكيد لو انت عايز تكسره وتوصل لحاجة اعلى فانت لازم تستخدم سيرفر اقوى شوية دي نقطة النقطة الثانية الكوانتوم ادوانتج او الاهمية بتاعت الكوانتوم ادوانتج مش يعني ممكن ممكن يعني الربوزنتيش متاعي بحاجتين هي اما هتديلك اكيد روسيا عالية او كي اعلى من الكلاسيكال موديل مثلا او او السرعة بتاعتك ذات نفسها في اللي انت تكمبيوت بعض الحاجات جوة الالجوزم من نفسها يعني على سبيل المثال عندك مثلا في السابورت فيكتور ماشين في كده ستاب جوه اللي انت بتكالكوليت الانر برودكت ما بين 2 مترسيز كانوا محترمين بتبقى موجودة يعني طيب الانر برودكت ممكن لانت تتحققها جوه الكوانتوم كمبيوتر باستخدام السواب تيست في حاجة اسمها سواب تيست ممكن تستخدمها علشان تكالكوليت الانر برودكت ما بين 2 مترسيز هل ده سيبقى سريع كفاية؟ والله لو انا هنستخدم سوبر كوندكتين كيوبيتس فالسواب تيست سيبقى سريع جدا قوي زاد عن النزوم طيب لو انا هنستخدم مثلا التكنولوجيا مثل ايون تراب الايون تراب من بعض العيوب اللي فيها ان الانر برودكت ما بين الانر برودكت بتاخد وقت شوي يعني اذا بتتكلم في مليا ساكينز السوبر كوندكتين كيوبيتس انت بتتكلم في مايكرو ساكينز واحيانا انه ساكينز فانت او برضه عشان يعني مخصة حق الايون تراب الايون تراب فيه ميزة اعلى من السوبر كوندكتين كيوبيتس وتكلمه كلها هو ان الكواليتي الشيكوبيت بطبيعة اعلى شوية واحسن بكتير كمان والكوهيرانس تيعني ازيد فانت على حسب الاركتيكتور هتقوله ان اتا تحديد الكريد ساكينزة بسرعة او ده سيديك أكينيقية اعلى فانتو دي لفيلد ذات نفسه لمدة ضلورش قوي في الحكة دي فانا ما اقدرش اقول لله اصل الكوندر بكمبيوتر حيق هيلغي لي الـ Classical تماماً دي حاجة الحاجة التامية ما يفعش أقول أن الـ Classical ما زال هو الأفضل لا فيه حاجات البتاتة الـ Classical ما قدرش مش حقدر يعملها زي الـ experiment مثلاً بتاعت الـ الـ random numbers بتاعت جوجل جوجل عملت experiment علشان انت تحلها دي خلصت بايني في حوالي 3 في دقيقتين ونصف و IPM علشان تعمل نفس الحوار قاعدة 3 أيام فـ الوقت غير طبيعي بالمرأة في السرعة و IPM عندما أحبت تقول لهم لا انتم لم تصلتوش إلى الحاجة فالطرد تستخدم السوبركمبيوتر بـ IPM Summit هذا يعتبر أحسن سوبركمبيوتر موجود في الكرة الأرضية فتخال الـ والباور اللي فضلت شغاله لمدة 3 أيام علشان يحققوا حاجة حصلت عليها كان بييني 50 كيوبت بيين على 50 كيوبت على الـ جوجل فتخال 50 كيوبت انت عندك النحة تانية ترى الكلاسيكال السوبركمبيوتر ده بقى فيه كام ترانزيستر من جوه وعادة الـ ما بيسموها تيرا تيرا فلوب شوف كمية الـ كمية الـ الرهيبة اللي تم استخدامها على كلاسيك الكمبيوتر لتحقق حاجة على شوية 50 كيوبت كيوبت ما بيسموها على كلاسيكال نيرا نترك حبقا محتاج فيها بتحوالي ألف برامتر على كوانتوم نيرا نترك كنت محتاج بالضبط أربعين برامتر والاتنين جايبين أكيروسي قريبون جدا من بعض فتخيل أنت من ألف برامتر إلى أربعين برامتر والنتائج قريبة جدا من بعض بس طبعا الكوانتوم أخذ وقت على ميالكالكولياتر ريزولز طبعا علشان نيرا نترك قد تميزد على الجي بيوز وكانت شغالها طلقة زي ما في سلاني كان بتخلص المتائج بتاعتها هل أنا كده أقول بالله لا ده كوانتوم محش لا فيه 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 أكثر من كاس أسفاكت ممكن تبص عليه فيه يعني مش الموضوع مش اللي احنا يعني نفخم فيها زيادة عن اللزوم أو اللي احنا نقول لا ده مالاش لازمة بس فيه أستاذ محمد أبو العلا حضرتك حضرتك ممكن ممكن تفتح لماك وتتكلم أنا كنت عايز أسأل عن كوانتوم محشن لرننج برضو طيب أستاذنكم في حاجة بس عشان ده والله برا السيشن أنا عارف ان هو برا شويتين يعني بس يعني بس كنت عايز أعرف لو لو هل هو يعني مقارنة بالكلاسيك الكمبيوتين والكوانتوم كمبيوتين هل مثلا عشان الواحد يذاكر كونتوم محشن لرننج هل هو محتاج يكون عارف الكلاسيك الكمبيوتين كويس قوي علشان يخش ويشوف الكوانتوم اكوفلنسيز بتاعت الحاجات الكلاسيك الدي ولا الواحد ممكن يخش على طول زي ما الواحد بيتعلم كلاسيك الكمبيوتين متغير ما يتعلم كوانتوم محشن لرننج وكده يعني تعالى لو انت عايز تفهم كوانتوم كمبيوتين أو كوانتوم انفرميشن ساينس بما يرد الله يعني لازم تدي نفسك كده نفس وفرصة انك تدريس كوانتوم ميكانيكس أصلا علشان تبتدي تقول انا فهمت الدنيا فيها ايه بعد كده تدريس كمبيوتر ساينس العيدي بتاعنا اللي هو الطبيعة بتاع الناس هتكاد يبتدي تقول يلا بقى يلا بينا على الكمبيوتين اللي احنا بدهولكم هنا ده يا جماعة ده كرايش كورس علشان نعملك اكسبوجر عن التكنولوجيا وعن الامكانيات بتاعتها فقط لغير انا هنا مش بديلك يعني زي ما بيقولوا ايه المهاريس بتاعت العلم لا انا بديلك يعني اشرة الاشرة حل فبالنسبة الكمبيوتين انت قدامك رحلة طويلة قوي 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 في المشيل ليرنج نفسه والمشيل ليرنج هنا مش اللي انت تاخد الكورس بتاع اندرو انج مثلا او ديب ليرنج سبشيوليزيشن وكده انت بقيت برينس فيها لا 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 خالص اللي انت تعمل الالجوريسم باديك وتشوف الماتريكس من جوا بيحصل فيها ايه وترانسفورميشن جوا بيحصل في ايه وتفهم يعني لينير ترانسفورميشن بيحصل والمابينج مثلا في الكرنز اللي بيتم فيها علشان تقدر تقول الله طب ما انا عندي كوانتوم كرنل حتطلع لي اكيروسي حلوة ليه وطلعت لي اكيروسي بيحشة ليه بناء عليه انت حتعملها ايه وتلازم يبقى فيه متريك معين انت متعود عليه او فهمه فا ايه الماتريكس بتاعتها التلازم تبدرس بقى كلاسيك عن مشيل لرنج صح وتبقى عارف كويس جدا ايه الماتريكس اللي موجودة هناك فالاجابة اهو مشيل لرنج على اصولها من الكلاسيكال تشربها كده وتستمتع لحد ما بطنك كده تتملي وتقول تمام الحمد الله الحمد الله بزيادة اوي وبعد كامل بعد ما تقول الحمد الله ترجع تاني ليها وتزاكرة تاني من دوله جديد تفهمك كويس جدا وهو مشيل لرنج بقوله لإكتفامك كويس جدا أنا في حاجات وهو يعني اشغال بها واحيانا برجع زكرة تاني عشان وبتعلم فيها عاجات اكتر يعني يعني Docker بلاش بلاش يلوئ النهام المرة واحدة انا انا عرفت احجاه جدا يلا نابده بتاعة بسرعة 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 أتطلع سلم طلعتك السلم بسرعة ديisiertخليك على انتقام نازل بسركة فعلشان تطلع السلم وتفضل محافظ يعني تفضل سابقة وما تقعش مرة واحدة فأنت لازم تبقى هارش على نفسك جدا في البيزيكس يعني قتل نفسك بحث في البيزيكس على قد ما تقعش يعني ده معلومة أهم من الاسكول كلها قتل نفسك بحث في البيزيكس قالونا في البيزيكس على قد ما تقعشه علشان لما تطلع فوق تفضل مستمرة على المجاح بتاعك وتفضل مستمرة لفترة طويلة ما تقعش هل في أي أسئلة عن بس الجزء السيميولاتر البسيط الذي احنا شاهدناه هذا التوتوريال البسيط قبل ما نتنقل بس التوتوريال الأصعب شيئا فيه ولا كده تماما؟ هل في أي سئلة فيها؟ احنا كنا قلنا ان فيه بيغضوها ان هما بيقلبوا الكيوبيتس اوه تماما اوه اوه بس بعض تلاقض الكنبنشن الكنبنشن العادة تبقى موجودة يعني في كل الكنبنشن العادة دائما بيأخذوا الكنبنشن ده اوه 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 وفيه حاجة اسمها كويرك كويرك برضو شغالين مثل اي بيام اي تنك بس لكن الباقي كله اوه اوه انا بقلي فترة كبيرة مثلا انا بقلي فترة طويلة يعني فيه حاجة اسمها بايكويل دي تاعت ريجتي يعني اخر حاجة لما جيت بصيت عليها كانت شغالة بالكنبنشن العادي بتاع الكتب تماما اوه اوه بالضبط يعني ياريت زي ما شفت كده زي ما وريتكم ازاي تبصوا على من جوه تمام خد وقتك وقرى بلاش تتسرع وبلاش تقول انا مش فاهم يعني خليك صبور وقرى بما فيه كفاية هل فيه اي اسئلة في الحيطة دي قبل ما اخش على التوتوريال تاني عشان في كده كم حاجة مهمة بس عايزة اوارها لكم فيها ولا كده خلاص خلاص يعني يعني تروح لها تاني أو ترجع لها تاني تعمل ايه تمضيس على quantum lab that's it لقدر على الأقل في circuit طبعا في plotting data طبعا plotting هنا يعني نلغو ثرو كنا بسرعة في السريع طبعا جوا كيسكيت هو هنا علشان يريح دماغه في عمل كل الحقيقة لجوا كيسكيت وفي حاجات معينة هو محتاجة من الموديول بتاع اللي هي وفي حاجة اسمها جواب مونيتور تعالوا كيان بص عليها الأول هنا ال circuit حد يقدر يقول ال circuit ستعمل ماذا يعني حد يقدر يقول ال circuit مع بعض هعملوا ايه يعني نخلي المايكات تفتح او حد يرفع ايده ال H و C مع بعض لما ال H اه تمام محمد اول علا تفضل حضرتك تفضل حضرتك تفضل حضرتك تفضل حضرتك اه 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 جاس كبيرة شويتين بس هل ده هيعمل بيل ستيت بالزبط مزبط هي اصلا مكتوبة هي كلمة بيل يعني فعلا اه مستهش تشغل اه اه انا عارف ان اطول شوية بس بحيان يعني انا بقول كل تفصيلة معينة عشان المس يعني تستبع بكل حاجة المهم هنا عرفتنا ده 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 بعد كده اه لو انت عايز تحط المجر منت على طول وتريح دماغك بلا انا مش عارف ليه اللي هما بعمل حقا دي بل دوت المجر اتنين 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 اوكي لو تلعزوا هنا يا جماعة انا خليت كل حاجة جوة بيل ذات نفسها اوكي اتنين رباني استروا ما يقوليش فيه ارورز فيه ارورز ما هي الارور كوانتم سيركيت ازاي 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 دي فايند اه طبعا انا مش عارف اه يمكن انا ما عملت الشرن للسلة الفوق ما علينا اه لو تلعزوا هنا احنا عملنا الف شوت فالبعابيليات اللي تلعزوا لي لو تفتكروا لي ده عبارة عن ديكشنري احنا كلمنا في الدكشنري زنبارح تلعزوا لك ربعمية وتسعة وتسعين مرة تلعزوا لك واحد واحد وخمسمائة واحد مرة تلعزوا لك سفر سفر اه البروتنج بتاع الهيستوغرام تلع المرة دي قريبين جدا من بعض وده وده النتيجة اللي احنا محتاجنا الان السوبر اه 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 بدل بدل الهيستوغرام الهيستوغرام عبارة عن ثلاث كيوبيتس انت عندك بس ثلاث كيوبيتس هنا فحيبقى 00 plus 11 والنرماليزيشة متهم حيبقى واحد على جزر اثنين طيب في بقى options كده لذيذة احنا ممكن نعملها لو انت حابب مثلا ترن كمان مرة اوكي انا بالنغير لو انت رنيت مرة وحترنها مرة تانية وعايز تعمل بلوتنج للاثنين جنب بعض ففيه بقى انت ايه فيه حاجة اسمها وتقوله الأولانية والتانية والليجند وهو اللابل اللي بتطلع فنرم فمن الاثنين قريبين جدا من بعض لو انت بحاجة تغير في الالوان او تكبر او تصغير او تصغير دي حاجة علشان مثلا لو السورة دي عايز تحطها في البيبر بتاعتك او الكلام ده كله فيه هنا بقى بلوتنج بقى الحاجات زي حاجة اسمها الستاتذات نفسها او دينستي ماتريكس لو انتم تتفرج عليها وتشوفوها في حاجة اسمها الكيو سفير زي اللي انتم شفتها في الكمبوزر من بره يعني دينستي ماتريكس دي مهمة جدا عمتا عن طريق دينستي ماتريكس انت ممكن تعمل و تشوف كين نسبة النيوز عندك في السيستم بتاعك يعني ليها مزايا كتيرة عن 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 الستيت فيكتور او او الكيتنتيشن يعني اه سينا سنشوف الاشكال بتاعتها اه 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 بس هنا احنا في حاجة في حاجة خلط اه اه اللي بتلاحظوا جماعة هو هنا مديني واحد واحد بس اوكي مع ان المفروض يديري زيرو زيرو واحد واحد انا ليه بقى بارش نعمل ونوقف ده كده احنا بس عايزين الدايرة زي ما هي تاني فيها الحاجتين دولة بس اللي هي الهاده موقت والسينات ومعرفين مش عايزين كمان عايزين بس اوكي ونننزل بقى تحت على ايه على البيل فطلع لي الدنيستي ميتريكس بتاتك ستكون عارة عن الميتريكس أربعة في اربعة وحتلاقي في الو انت حبيت التعمل الس Logan بتاعي هذا المادر هتلاقي الميتريكس تلاحيك والس tournaments اللي هو أول ألمنت اللي موجود في الميتريكس فوق والاتنين اللي فوق والاتنين اللي تحت على اليمين وعلى الشمال هتلاقيهم دائما بنص ودي كده اسمها المهم في حاجة اسمها اللي هو بيوريلك ايه الحاجات يعني هل هي في الدينستي ميتريكس في حاجات ريل ولا مش ريل بالمناسبة يعني الحاجات اللي بتبقى فيها او الميتريكس بتاعتك والليها بتبقى بتبقى هرميشن اه دي الكيو سفير بتاعتك لو تلاحظ ان انت ما عندكش فايز الفايز عندك بزيرو عشان كده علوانها صفار عندك زيرو زيرو واحد واحد في حاجة اسمها باولي فيكتور او بمعنى ذلك الاسبكتيشن بتاعت الباولي سترينجز يعني الناس اللي هتشتغل في في حيستخدموا الانتراكشن كتير بتاعت ال اكس اكس وال واي واي او ال اكس زد والحاجات دي وبتبقى ليها اكسبيكتيشن معينة وبتبقى ليها استفادات فمن اللطيف اللي انت تشوف الاكسبيكتيشن فاليوز بتاعت الاملتونيانس دولت او الاملتونيانس دولت الاسف الشديد يعني مش بيبينا لك يعني مش بيري انتراكتنج او يعني ما فيهاش تفاعل زي الكيو سفير يعني كيو سفير موضح لك الدنيا كيو بيت الدنيا ما بتبقى شو بطحة قوي يعني للأسف الشديد يعني فيه بقى اوبشنز اللي انتها حالي بتحط الوان مش عارف ايه الحاجات دي يعني مع نفسك بقى فيها اوكي نرجع تاني لل الصمري بقى بتاع الكوانتم اوبريشنز بالكامل الصمري ده مهم اوكي كلو اوكي هنا في الصمري ده اوكي هتلاقي اوه اوه انا هيقولك ايه single qubit quantum gates ماذا هي multi qubit gates measurements في حاجة اسمها reset هنشوفهم about conditionals state initialization طبعا 3 يعني popular simulators او الحاجة plotting اللي انتها طبعا محتاجها نعمل importing state fidelity نخليها في الاخر نخليها في الاخر انا عرف ان فيه ناس ماشيت بس يعني الناس المزايت موجودة يعني المجدل العظماء ده رقم واحد رقم اثنين فيه كده اكسرزايز رزيز في الاخر هنشوفهم وبعض على حوار على حوار ال count اللي بيطلع او المهم طبعا هنا يعني اكتر خيرهم النوتبوك دي يعني كان ليها موقف لطيفة في ال team تاع الادفوكتز وبرضا حلوكم الحوار تاع الادفوكتز ده بقى في الاخر احنا ده بشرح لك تاني يعني quantum state ايه هو ال representation بتاع الدكتور والstate بتاعتك ليه الالفا والبيتا السكوير بتاعهم والصميشة بتاع السكوير بتاع كل واحد فيهم لازم بواحد علشان المرماليزيشن convenient representation بتاعك بالمنظر ده متتسوشل ال exercise اللي قلتلكم عليه ليه ده convenient representation ده مزبوط بعد كده ال gates او operations اللي انت بتعملها كلها ممكن احنا نعملها representation as a big Unitary matrix ااااااااااااااااا بعد كده ان ال ut ممكن انتبقى يعني وتقبل لك اكتر من الكزا كزا، طبقاااااااااoul يعني تبقى حاجات اسمها rotation gate وتقبل تم pakotach مثل الثرواز والفاي بعد كده مقسم انواع gates انت existe عندك في حاجات اسمها ال y gate ال y gate إليها تبقى فيها rotation ثم يوجد شيء يسمى الـ Identity Gate ثم يوجد البولي جيتس ثم يوجد كليفورد جيتس ثم يوجد شيء يسمى C3 يعني الناس الذين يدرسون المجموعة الكمبيوتينج ستعرف أن يوجد شيء يسمى مجموعة الكمبيوتينج بالنسبة للكلاسيك الكمبيوتينج في مجموعة جيتس تستطيع تسمحك إذا تفعل أي أفضل في الكمبيوتينج يوجد كليفورد جيتس في البولي لا يستطيع أن يطبق لك كل الكمبيوتينج التي تستطيع أن تحقق بها الكمبيوتينج فأنت تضطر أن تزود بقى شباية جيتس سنرى هنا هناك الـ Rx والY والZ فعندما نتكلم على الـ على الـ على الـ فأنت لو عايز تعرف الـ الواحدة مع نفسه يعني بدأ إحنا كنا متعودين نكتب مثلا هنا واحد أو اثنين أو بطيف الرقم لا لو أنت عايز تعرف الـ بذاته فأنت بتقول وحطه جواه واحدة فهو هيدي لك الـ 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 برضو لها مختلف عن بيت خلق الله في الـ أنا كالكريم مش عارف لين بسيئة وما ليهم الـ 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 وقت ما تحبوا تدوروا عليه هتلقوا مختلف شوية لكن لو طرح زينا مثلا باي أوفرطول لللمدا والفاي والسيتا وفي النهاية خالص بتقوله الكوبيت اللي أنا محدده لك فوق فاليونيتاري بتاعتك بدأت لعب المنظر ده أول واحدة خالص واللي تحت ريال نمبر أوكي وهنا ده يعتبر ايه بسم الله الرحمن الرحيم ده فايز ده شكل الميتريكس بتاعت الـ gate دي بعد ما انت مدت لها الـ values دي تمام الـ U 2 بتبقى عبارة عن ايه؟ الـ U 2 ده بتبقى فيها 2 parameters بس الـ phi واللمدا وكده كده الـ theta بتبقى defined by over 2 فإحنا لو طلعنا كده فوق الـ original description by over 2 بالنسبة للكوسين by over 2 اللي هي هتبقى by يعني الـ theta اللي أحطها بـ by over 2 واضربها في نصف في النهاية خلص هتقوم مطلع عليك اللي انت شايفه ده المفروض طبعا تبقى 1 على جزر 2 فهو اخدها كعامة مشترت يعني المهم عشان ما انت عشقت فيه برضو U1 gate انت بتصفر دي وبتصفر دي اللي هي الـ theta والـ phi وبيتبقى النمضة وده من خلالها انت ممكن تحقق حاجة اسمها الـ Z Z gate لو الناس فاكر الـ Z gate بتبقى فيه سالم واحد فيها فيه طبعا الـ identity فيه طبعا دكتور راشد طبعا يعني اتكلمت بالتفصيل عن عن الموضوع ده فهو هنا بيدي لك الـ identity ما بين U3 لو انت عايز تحقق قوي مثلا بـ U3 بتعمل ايه بحاجة بحاجة الـ Z gate هنا احنا قلنا بقيني U1 بتبقى buy اللي هي بتبقى فيها minus 1 تحت الحمد لله لسه فاكر الحمد لله فيه كليفورد جيتس بتعتبر اهم جيتس في الكليفورد اللي هادمرد والهادمرد اللي هي استخدمات كتير والهادمرد انت بتحققها عن طريق U2 بتدي buy للـ phi وبتبقى الـ L-C-0 بعد كيه هناك حاجة اسمها الـ square root بتاع الزد او اللي هي الـ S gate انت من ضمن الكليفورد بعد كيه هناك الـ conjugate بتاعها فيه بقى C-3 او الحاجات بقى اللي هي square root of S ذات نفسها او T gate بعد كده في الـ standard rotations اللي هي الـ الـ العامات بتاع الباوليز اللي هي Rx والRy والRz ذات مثلا ذات مثلا الـ X ذات مثلا الـ Y وذات مثلا الـ Z طبعا عندك MultiCupid gate طبعا tensor product اوه شفتنا بارح ما ديكو شفتوا الاهمية طاعة النهاردة علشان لو انت حابب مثلا تكارية يعني فيه بقى controlled operations انت ممكن تعمل كنترول لأي حاجة جوا داخل كيسكت ممكن تعمل كنترول X و Y و Z و R و R و Rx و RY ممكن تعمل كنترول كنترول والطارجت بتاعك بدأ ما يبقى كيوبت واحد ممكن يبقى كتر من كيوبت ممكن يبقى كيوبت فيه حاجات كتيرة جدا 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 يعني فمثلا هنا لو بتلاحظوا الحتة اللي انا بترككم عليها ان الrepresentation ده الrepresentation بتاع الطبيعي بتاع الناس يعني كيسكتش غالة بالrepresentation ده اوكي فاخدوا بالكم من الحتة دي علشان وانت مثلا بتكتب حاجة وعايزت مثلا ده تتريس اللي طلع معاك هتلاقيها مثلا مختلفة هتوقع تشد في شهرك حصلت معايا يعني في البداية خمس هذا كلام ده كان في اواخر 2017 قاعدة بجرر حاجة بأيدي والنتاج تلع غير اللي انا كنت اضطته والفكرة اللي انا كنت بحلها السعب انت كمان على الكورس فقاعد عمارة دخل طبعا اليونتيري اللي طلعلي وانا مش فاهم حاجة قدوني كانت خراب خالص بالنسبة لي يعني الحمده الله اه اه جبما ترككم فيه كنترول واي طبعا اما احلى حاجة هنا بقى ابتدوا عشان فيه شكاعة كتيرة يعني لو انت دخلتوا على الاشيوز اصلا جواف في الكسكت حتلون كانت فيه ناس يعني كانت بتشد بشعرها بسبب الماضي فابتدت في التوتوريال اللي هم يوضحوا اللي احنا ماشيين بنتيشان لكن النتيشان الطبيعي بتاعكم فيعني اخذوا بلكم كده 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 سواء مش هتفرق معها سواء سواء كانت يعني يعني الزيرو اللي فوق ده ولا مش فرقة كتير لان هي هي بتغير بس الفيز اه صح ده الشكل بتاع بتاع Z Z interaction او control Z او مثلا في controlled هذا مرض في controlled rotation او controlled U 3 لو انت عايز تروتيت بقى في اتجاهات معينة انت تحددها بدماغك في ال برضو الدكتور تكلمت عنها في Toffley Gate برضو الدكتور تكلمت عنها still برضو representation ده اوكي تتأكدوا ان representation ده اما بتاع كيس كتاب اما بتاع كتاب انها مش هافظة representation بصراحة الترجمة الترجمة g اي 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 وفريشن تاني خلاص موضوع انتهى فممكن تقول له اعمل لي ريسيت لو سمحت على 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 الكيوبيت ده وانت شغال على على الهاردوير لو انت عملت على كيوبيت ريسيت شكرا كده ما ينفعش تحط عليه وفريشن تاني خدوا بالكم بس من النقطة دي تمام وبكرا نيك فرون وهو بيتكلم حيقول لكم ليه بسبب ان هي مش وانت لقبتوا بقى ايه متصلة ببعضها فانت ممكن تعمل ريسيت لو حد تبقى ترجع له تاني وتشغله براحتك ما فيش مشاكل لكن في في الهاردوير ما تبقاش كلها مربوطة ببعضها فما ينفعش لانت لو عملت ريسيت على واحد ما ينفعش لانت ايه ترجع تشغله تاني حديك ارور ايه ترجع 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 ترج فهو راح ايه مطلع علي بواحد ان المجرمنت اللي طلعت من هنا بواحد طيب لو انا مثلا مثلا يعني عايز اعمل لو لو تلاحظوا هنا حصرت حركة غريبة شوية اول حاجة ايه اللي هاده مرض بتحط الكيوبيت في حالة سوبر بوزيشن فهو هعمل المجرمنت فالكلاسكا روجستر اللي انا بدل ما كان هو كان سفر اوكي بدل ما هو مكان سفر بقى في حالة ياما بزيرو اياما بواحد بعد ايه انا هعمل ايه حاوله بعد ايه اذنك طبق لي ال اكس لما لما القيمة اللي عنده بزيرو طب هل القيمة عندي بزيرو لأ ايه ممكن تبقى بواحد ممكن تبقى بايه بزيرو لسه ما اعرفش فالنتيج اللي هتطلع بعدها تبقى عنها ازاي مرة اللي بواحد وده حظ ما هي تطلع لك بواحد تمام ده ايه ده حظ ممكن تطلع لك بسفر مش المفروض ان انا اياسف بس المفروض الهدمر لما بتطبع على الكيوبيت العادي تمام المفروض المجرمنت النهائية دي تطلع لك ايه مفروض المجرمنت النهائية تطلع لك ايه تطلع لك ايه 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 بنقول له لو سمحت تطبق لي الاكس لما يبقى فيه زيرو حلو كده بعدها مجر تاني فاحنا كررنا الموضوع ده الف اربعة وعشرين مرة فاحنا حظنا الحلو ان الرجستر اللي تحت كان فيه زيرو فرح مطلع علينا واحد اوكي جرب الموضوع ده هتلاقي مرة لو حاول تقلل بقى number of shots هتلاقي النتائج اللي بتطلع عجيبا وهتبقى رزيزة جدا يعني experiment با ايديك وشوف وحاول كل ما تغير حاجة اسأل نفسك ليه ده حصل هتتعلم فيه كتير اخر حاجة خالص لانا افترض انت عندك state معينة انت عايز تعمل لها initialization مثلا state بالمنظر ده انت مش حارف ايه هي ال geats اللي ممكن يتعمل لها initialization بالمنظر ده او توصلك لالstate فانت عادي جدا ممكن تكتب الشربي العえて الijo الشربي العام نتعرف من الشربي العام نتعرف لها لو تلاحظوا الاعلى شخص على عجيب قائد 16 اوكي اوكي. بعد جاء كومبليكس وان زيرو. حد يقدر يقولي. المهم في احنا كنا مبارح شوفنا ان مثلا لو عندنا زلد مثلا واحد زاية خمسة جاي. زلد و كومبليكس واحد خمسة. قم ستبقى. البيزون ان داخل كومبليكس هو اسمو بيزون 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 كومبليكس. الجزء الاولي يبقى الريل نمبر والجزء الثاني يبقى الريل ننبر. ممكن انا اعرف الريل نمبر بالمنظر ده او اعرفه بالمنظر ده او او ممكن اعرفه بالمنظر اللي فوق. حلو اده الريل كومبليكس يعني علشان لو ايه محدش عارفة. وانبارح شوفنا ان في حاجة اسمها ماسمو ديول diyorsun او ماسمو ديول من دبني الحاجات اللي فيه المهم لو بتلاحظوا ان دي اي على الاربعة واحد على جزر تمانية واحد زاد اي على الاربعة احنا عايزين نشوف حاجة تنرماليز كل الكلام ده على بعضه فافضل شيء واحد على ستاشر تبقى نوعا ما القريب لينا وفي نفس الوقت حتة الكمبكس زيرو واحد واحد وصفر ده على حسب انت مثلا عندك ايه هل ده مثلا ده ده مع بعض فانت على حسب الرقم ان انت عايز تحطه فانت بتستخدم هنا ايه حتة الكمبكس دي الاصفار هنا هل انت عندك الصفار في الفور او فيه صفار على فكرة فيه فيه احتمالات او يعني فيه بتاعتها بزيلو لان انت بيه اللي انت هنا يبقى عندك تمانية اه تمانية كتس انت هنا عندك كان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فيه تلاتة نقصين اوكي فانت المفروض كده تفردها كده على 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 ورقة وتشوف ايه اللي ناقص هتلاقي هتلاحظ اللي ناقص مسلا ان تلاتة واحدة مش موجودة والاتنين اللي في النص ناهيته عشان نوصل في النهاية فيه حاجة فيه ميسود اسمها انت بتدي لها اللي انت لسه معرفه فوق وتقول له بعد اذنك والله جوه تكتب كده لست لو تفتكروا ان الليست بتبقى بارعة عن براكت وتقول له ايه احنا معرفين هنا ايه اه كوانتوم رجستر فيه جوه تلاتة كيوبيتس فبتقول له كيوبيت الاولاني وكيوبيت التاني والكيوبيت التالت وارسم هذه فهيرسم لك الشكل العجيب ده احنا الشكل العجيب ده مش مريحنا مش مريحنا طبع ثاني واحد كانت تجرب نرها البتادي مش هيبدل اتذروا اكيي اه اه ايه رجيب اتذروا ايه رجز دوت دوت درو احنا ايسف احنا ايسف احنا ايسف دي يا جماعة مجموعة الجيتز تمام انا انا اسف عراجي اللي بيبقى دي مجموعة الجيتز اللي بتحقق لك الستيد فيكتور ده طيب كيسكت عارفت منين اللي دي مجموعة الجيتز يعني فيه برضو اللي كان بسعى مين اللي عارف او يعني فيه الستيد فيكتور من زمان والحدد دلوقتي موجود تمام اللي انت ازاي تاوبتوميز عدد الجيتز علشان تقدر توصل للستيد فيكتور اللي انت او للدزير تارجت استيد فيه ريسرش ده شغال ممكن تدخل فيه ماشين ليرننج ممكن تدخل فيه ريينفورسمنت ليرننج ممكن تدخل في حاجات كتير قوي جدا ومن جميع الاتجاهات حلو؟ فازاي تبتدي لانت توصل من استعداد growth defined حلو؟ passerify راح فين راح فين راح فين راح فين راح فين. بعد كايا السيميليتر لو انت عايز تشوف بتاعك. لو تلاحظ ان ان ده او بشكل كبير جدا. يعني انت عندك هنا اتنين ونص في عشق السلب واحد اللي هي تعتبر ايه? واحد على الاربعة لا هي خمس عشرين من مياه. واحد على الاربعة او ثانية او واحد على الاربعة اللي هي ايه? اللي هي ادي. يعني اخر مكتوبة هنا دائما وبعدا بتعتبرها ايه اول عشان كده بيحصل موضوع ده. في خد بالكم برضا يا جماعة ان بيطلع متشقلب عن الطريقة اللي انت بتكتبها. هتكلم في دالتي دي انت بتقيس تقدر تقول يعني بالبلد انت بتقيس المسافة ما بين two states. لو ال states identical فطبيعي جدا جدا ان ايه? ان الفيداليتي بتاعتك تطلع بواحد. اوكي? لان ال cosine zero بواحد. في طب البلد برضو كوزين سيرو بواحد. لكن لو الفيداليتي بسفر. فده معناه ان two states orthogonal على بعض او بمعنى ده ببعض جدا عن بعض. والفيداليتي او بطريقة استخدام الفيداليتي عامتا بيتم استخدامها في المشين لرننج. وخاصة في الاسمه ده. في الحاجات بتاعت الكوانتوم كيرنال يعني. في further details او لو انت بسعا يعني بيقول لك هنا بقى الطريقة ان ازاي احنا من. يعني من state اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. اسفار. وصل للtarget state اللي هو عايزه. اوكي? ده كان يعني يعني اعتبر اسفار عن الهو بيقول عن الحاجات اللي جوه كيفية. يفضل النهاردة يفضل النهاردة. ان ال fis architect عن the circuit ده ترنوا بإيديك تلت حاجات ده ترنوا بإيديك وتشوف شكل الجيتس وتتأكد من الدكتور راشا قالته يعني احنا كيه كيه رفعنا محضرات مبارح على الفيسبوك فانت برضه تشكل الحاجات دي تاني انا عارف ممكن فيه ناس طبق قردي عارفة الحاجات دي فيه ناس انا عارف اللي مش عارف خالص فاردني الحاجات دي بإيديك يعني النوتبوك دي انت مثلا سي فتحت النوتبوك زي دي مثلا هنا اه وانت قردي انا عايز تنزل للنوتبوك تيه عندك كل اللي مطلوب منك تدوس على فايل داونلود از بس كده داونلود از نوتبوك وتفتحها من عندك ده ده رقم واحد او عايز تنزلها كبايفان فايل برضه براحتك عايز تنزلها از بي دي اف براحتك كل حاجة ممكنة وطاعة تقرأها وتذاكر فيها حل فياني دا 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 امر مهم اللي انت ترنل حاجة بإيديك دي حاجة دي بالنسبة للسيركتز تاني حاجة تمنع بإيديك الادفانسد سيركتز اللي مطلوب منك الادفانسد سيركتز بس او النوتبوك او النوتبوك بس دي انت اشتغالها لواحدك اشتغالها لواحدك لانه هتفرق جدا معك خاصة وحتريحك كمان في السيشنز بتاعت الاريفرسيبول سيركتز والاوتوميزيشن بتاعتها والكلام دا كله لان انت هتطرى مثلا تستخدم بلوكات من الجيتز ازاي انت تعمل كمبوزوشن ما بين جيت و جيت تانية تمام ويعني باراماترايز سيركتز دي برضو مهمة يعني يفضل يفضل ان الحاجات دي كده كلها يعني تشوفها وترنها بإيديك هتلاقي ان نوعا ما الدنيا بتفتح معك بحاجات كتيرة بلاش تخش في 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 الـ في في الـ في الــفلس في الـ—في الـ تارانس بايلة وبرضه هي تشارح لحضراتك ان شاء الله ممكن الــوبيتورس يعني، لو انت يعني قوي الـ شغلة بتاع الفيزيكس وعيز تجرب الـوبيتورس بايدك فتبقى تروح للـ للـ النودبوك دي وتشوف بقى مثلا لو انت عندك operator معين او hamiltonian معين وعايز تجيب ال expectation value بالنسبة لل state معينة تشتغل ازاي او تعمل ايه الكلام ده كله اللي بقى دي بتسهلك الدنيا اللي انت توصل للليفل ده 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 ليفل عالي شوية يعني كانت اخر حاجة خالص لو تفتكروا في السلايدز يعني نشاهد كده حاجة صغيرة ثانية واحدة لو تلاحظوا أنا هنا كنت أجيب الانالاتيكال اكسبيكتيشن مجرد سكيلر ضلي عدية الكوانتوم كمبيوتر يظهر لي كاونتز ازاي؟ ازاي؟ يعني لو انا مثلا عندي كاونتز انا عايز اجيبي الانالاتيكال اللي هي انا مثلا نص حلو؟ هالكيس كيت ممكن يعمل لي الموضوع ده هل يريترني لي الانالاتيكال هل انتوا شايفين الانالاتيكال او لا؟ انتوا شايفينها صح؟ مش شايفينها؟ اروا؟ الواضحة 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 يا كريم تعالوا نشوف في الناية خالص ممكن نوصلها ازاي؟ جيت كتبت بكسكت اكسبيكتيشن مش واضحة مش مش عارفين نعمل ايه بالضبط تموغرافي فيه فيه حاجات مش مش مفهومة طيب هاو تو كالكيليات اكسبيكتيشن واري وث كوانتوم سيركيشن بلدوا مش شواضحة قوي طيب نكتب بيانباع كيسكت طيب دائما بيتلاقي كيسكت دوت اكوا دوت اوبراتور دوت اكسبيكتيشن تعالوا نشوف كده طيب الموضوع ده طيب نخش جوا نجاب لي بعض الحاجات نوع ماب يعني طيبة غريبة انت مش عارفة اول مرة طيب نرجع تاني فيه هنا يعني الناس بتوعصف تولي لهم الستاك اوفرفلو حيبع عارفين جدا موضوع هيبع عارفين جدا زي استاك اوفرفلو فيه زي استاك اوفرفلو اللي فيه فيه في الكوانتوم بقي اللي هو ممكن تسأل السئلة بتاعتك من الناس ترد عليك فهنا بيقولك فيه حاجة في الكيس كيت بتسمح لك اللي انت ايه تشوف الستاتس بتاعتك مثلا لو انت فيه اوبريتور بالمنظر ده او بمعنى دوك بالمنظر ده وانت عايز تجيب الاسبكتشن فاليو فانت مفروض تعمل ايه وميدي لك فول اكزامبل بس فيه هنا نقطة في غاية الاهمية لحد دلوات هو ما قليش عن موضوع الكون فهو راح لي اكسبكتشن بتاعت الزززز ازاي بتاعتي الـ هل ده مناسب او مريح انا عارف اللي بتكلم بسرعة في الحط دي ومش مش صادقة عندها مش بالزبط في حاجة اسمها او كسكت بسم الله الرحمن الرحيم او جيت كانت اه صانحة كيسكت أكوى لا كيسكت حب مشكلهم كده غيروا حاجات كتير قوي وانا شكلي هاتوه معاكم بس ربنا يسطر كيسكت أكوى كيسكت أكوى اشتركوا في القناة 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 المتريكس بالمنظر ده دي المتريكس مثلا بتاعمل لهم اسمه ده تنسور برودكت فاطلعلي الفاليو دي ممكن ادخلها له او ممكن ادخل له الدايجون الاليمنت بتاعة الزت زت ايه الدايجون الاليمنت الواحد والسلب واحد والسلب واحد تمام والواحد لنفترض جدا اللي انا عايزين ان ندخل مثلا الزت زت فتعالوا مثلا ندخل الليست دي مثلا ايه الافريج دي ده عندي بزيرو لو انا حاجة امجر مثلا في الزت زت اوبريتو هتطلع لي بزيرو طب لو انا عايزة امجر حاجة تانية مثلا نمجر الـ xx تعالوا كنا نكتب مثلا الـ xx مع بعض مثلا xx بتساوي np.crom يأتي الـ Axe Gate بقيني كانت np.array كانت 0.1 1.0 I think يعني اربكم بس كتبه صح الثانية اتأكد قاعدة جميعا ممكن ان تنسو x gate quantum 0 1 1 0 الحمد لله كتب اصح 0 1 1 0 يبقى xx ساوي np dot cron x x x دي ال دي ال gate بتاعت ال xx فتعلم مثلا انهم محطين هنا ايه الماتريكس دي تمام برضه هتطلع لك 0 اكي انت ممكن تجرب يعني 2 observables دولة تحظنا ان ال average data اللي طلعت لك بصفار ممكن تجرب observables تاني اكي بس ال observables ده الفيكتب بتاعتك هو لازم يبقى هيرميشة ميتريكس واحنا عرفنا يعني ايه هيرميشة ميتريكس لو انت حابب بقى تجرب في اي في اي سيستم اتس اوكي بوحدك ممكن مثلا اه لو انت مثلا عايزت على ال x الواحدة اكي برضه بصفر لو مسلا عايزين نمجر على الزد عندنا نعرف الزد بالمرة np.ra 1 1 وصفر 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 المهم هيطلع لك ال main value او ال analytic value اللي احنا عايزين نشتغل عليها جرب انت مثلا بيدك ان ال state او ال ghz state مثلا لو انت عايزت تعمل المعين هتطلع لك ازاي اعمالك analyticly عن طريق مثلا زي ما اموريتها لكم وعن طريق كيس كتب وبس يعني انا اسف على الاطالة بس ده كده كل الاساسيات اللي انت هتحتاجها سواء علشان مثلا ال presentations بتاعت بكرة او ال talks بتاعت بكرة اللي هتبقى موجودة ده رقم واحد رقم اثنين ان شاء الله يعني المحاضرين اه لما هاتيجي يبتدوا يتكلموا عن ال revversible circuits فانتو اخدت كل حاجة انتو هتكونوا محتاجينها كل انواع ال gates كل الترق اللي تتانشيوليزي بها ال state اه وازاي تقدر تعمل يعني براحتك لو انت حاببت اتخش بقى في التوطوريول اكتر اتسكيح و اترجع لك عرفت ان في حاجة اسمها كيس كتاكس بوك اه دلوقتي ال knowledge اللي عندك نقدر نقول يعني مثلا على worst case scenario 광يو سي�� اللي انت فهمت مني خمسين فى المية او عربعين فى المية وفهمت من دكتر رجم مسلا برضو عربعين فى المية وفهمت من دكتر احمد عربعين فى المية وبرضو من النبال حى عربعين فى ممكن نقول يعني بتاعك كويك好 وبرضو في نفس الوقت مضغوطة. فاحنا ممكن مثلا نقول اه انت بقي تفاهم ال البيزيق ستطيت القوانتال القومبيوتينج مسلا ساي authentic 40. المطلوب منك اللي انت تماشي ايديك. يعني ممكن طبعا تكون فاهم الحاجة بس تماشي ايديك. يعني تماشي ايديك. انت اول ما هتبتدي تكتب كود. طبيعي جدا اللي انت هتحس بشكل واقف ومش عارف تعمل اي حاجة وهتحس انك محتاج. ده طبيعي. ما فيش مشايigkeiten. ما تتضايقش. اهم الحاجة ما تت停يقش. البراجع اه. مش لطيف ولكنه مريح شوية. خاصة اللي ابنت هتتخلص منه فيما بعد. إيه هو الـ pratics ده? خد الكود كوبي بيست زي ما هو برنه. ده رقم واحد. بعد ما ترنه يبتدي يغير في جزء جزء فيه. الحاجات اللي انت ماشي عليها. اه 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 دي يعني ابسط طريقة ولكن ما تتعودش عليها على طول لازم بعد كي انت تكتب الكود بتاعك بنفسك. اوكي وما فيش مشاكل انك تنسى يعني انا غزبا عني احيانا بنسى. فأضطر إلا أنا راح أم لا أصبح مثل ما أعدنا ندور سواء لحد ما أضطرت إلي أنا أوصل للشيء اللي أنا أريد أن تنسى فأرجوكم اشتغلوا بأيديكم حتى لو أنت تجيبي الحقيقة كوبي بيست زي ما هي فأرجوك اشتغلوا بأيديكم وطبعا الأسئلة فأستاذ مصطفى محمد حضرتك اتفضل إسان السلام عليكم يا دكتور بالنسبة حضرتك أنت سبقتني من ناحية الكوبي والبيست ونكوات بس احنا عايزين يعني مكان كده حضرتك ممكن تقول لنا ده كود مثلا بتاع مشيال ليرنينج بتاع الانيار ريجيشن مثلا بسيط يعني فأحنا هنبتدي نتعامل معه في البيانات عشان أنا ببحث برضك بياخد مني وقت كتير أن أنا ببحث فأنت حضرتك لو جهزت لنا حاجة زي كده نأكل لك من الشاكرين يعني ايه اللي جاء المشيال ليرنينج في المضوع ايه؟ ايه اللي جاء المشيال ليرنينج في المضوع لا أنا قصدي مثلا كود كود فيه مثلا مشيال ليرنينج بتاع اسمه ده بتاع الكوانتم كمبيوتر بحيث نعرف الفرج بين ده وده ايه؟ طريقة تدخل البيانات هنا وطريقة تدخل البيانات بس ايه اللي جاء المشيال ليرنينج اصلا؟ ايه أنا شغال بس كده يعني كتجربة مع نفسي كده طيب نصيحة نصيحة يعني بلاش تبيكس الانين برد واحدة من غير ما تكون مزبط حلاك الاول في الكلاسكة المشيال ليرنينج ده رقم واحد ده رقم اثنين يعني في حاجات انا طولت جدا فيها ويعني زي ما بيقولوا يعني انا شربتك المعلومة بالمعلقة فاوديتك الاماكن اللي انت تدور فيها يعني في جوه tutorial Z لو يعني لو بس استهلك شوية وقت حتلاقي ان فيه مثلا فولدر بيتكلم عن المشيل لرنج لوحده تمام اي دونت ركوميند اللي انت تخش فيه مرة واحدة لازم تساكق المشيل لرنج الاول جماعة بلاش استعجال خد وقتك خد وقتك بلاش تستعجله تمام الأساسيات اصلا لازم لازم يمكن الاتساسية اللي انا مشيت في واحدة واحدة ده رنه تاني مرة واثنين وتلاتة واربع وعشرة لم تستعجل مرة واحدة تهمتوا على مشيل لرنج مش مش لطيفة وخاصة كمان مذهلة ال�招لم زيت نفس هنitte مش حارفة أنا بتكلم عليى ما بأتكلم اشان اشوف المخرجات التي تطلع معايا هنا والمخرجات التي تطلع معايا هنا والله أنا جاي لك من المستقبل والمخراجات التي ستشوفها من كيسكت ستبقى هي نفس المخراجات التي ستشوفها من ساكت لارد سيدي لك فقط الأكيوريسي في النهاية لكن هل أنت كذا استفدت؟ ليس هتستفدت الاستفادة اللحيدة التي جاء مثلا جاء كيسكت أكوى الريدي هو عمل لك إمكليمنتيشن لكوانتوم سببورد فيكتور ماجين بالتفاصيل وبشتكنات وبكل حاجة أنت مش مطلوب منها غير بس أن أنت تفضل الداتا هي زي نفس اللي أنت هتعمله بالضبط مثلا أنا أنت مستخدم بساكت لارد وغلل مفيش اختلاف نهائي نهائي أنت كذلك مش هتستفد حاجة استفادة الحقيقية أنك تعملت الحاجة بأيديك هتعملتها زي ما أشتغلتش في بيزيكس با كونتوم سيركتس تمام طب في سؤال تاني المكتبات اللي أنا أشتغل عليها هل أنا وضيفت مكتبات تانية من بيزيكس وبعد كده أخطت المكتبات التانية في الكوانتوم كمبيوتر أم لا الكوانتوم كمبيوتر المكتبة دي فيها كل الشغل اللي أنا أستخدمه مثلا؟ بالنسبة لكيسكيت هي فيها كل حاجة كل حاجة عن الكوانتوم أنت محتاجة ستجدها في كيسكيت يعني ليس محتاجة تروح في الحتة تانية هذا رقم محدد هذا مبدايا رقم اثنين أنا معرفش حضرتك نزلت حاجة عندك على الجهاز بس يعني أسوأ الظروف نصيحة أنت عندك الجيوبوتر نوت بوكس بتاعة اي بي ام يعني ما فيش أسهل من كده هؤلما مجاهزين الـ environment نزبطين لك كل حاجة كل حاجة مظبوطة يعني ايش اللحظة فيها تمام شكري جدا يا دكتور العفو حضرتك العفو هل فيه حد تاني عنده أي أسئلة؟ حضرتك ممكن تتكلم على طول حضرتك ممكن تتكلم على طول محمد حسن محمد حسن محمد حسن محمد حسن هلو ايوا تفضل حضرتك فاضح ها تفضل بالنسبة للمحاضرة اللي بوكرة هل تبقى أسهم من محاضرة بتاعت النهاردة؟ علشان فيه بوكرة بكرة حضرتك مفيش محاضرات ولكن فيه توكس فيه invited toks التوكس يعني لو لو بتتابع حضرتك البيج كل توك حيبقى عبارة عن من 30 ل 45 دقيقة بعد كيها حيتبقى ربع ساعة لو انتوا حابين تسألوا يسألوا اوكي السبيكرز دولة جايين حيدلكم نبزة مختصرة عن الريسيرش فيلز اللي موجودة في الكوانتوم كومبيوتينج اوكي طبعا علشان هم يتكلموا فانت كان لازم يبقى عندك الاساسيات بتاعة الكوانتوم يعني ما ينفعش مسلا حد ييجي يتكلمك ان في حاجة اسمها كيو اي او اي او اللي هي من غير ما انت تبقى عارف ان في حاجة اسمها روتيشان جيتز وتبقى عارف مثلا في حاجة اسمها زيت زيت جيت مثلا او اللي انت تقدر تعمل حاجة اسمها زيت زيت جيت دي نقطة ما ينفعش مسلا حد ييجي يتكلمك عن 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 الماشين لرننج واللي انت ممكن تسألوا كوانتوم كومبيوتر في الماشين لرننج وانت مثلا مش عارف اللي انت ممكن تخلي السيركيت بتاعتك تبقى ترينبول او تبقى بارامترايزد مثلا فكل الحاجات دي او اللي احنا اليومين دولت احنا ضغطنا الكمية معلومات رهيبة جدا تمام وانا كنت بحاولها على قدر امكان انا عارف اللي انا بقى اكسيد الالتايم بتاعي تمام ممكن الناس تدائم النقطة دي لكن بحاول انا يعني افض فضلك كل معلومة بالراحة بحيث ان انت وانت بتاعدي ما تجي من ورايا وتشتغل وتجرب باديك الموضوع بالنسب لك يبقى سهل مش حتتعب مش حتتعب تدور كتير لو انت دورت كتير دي يبقى عندك عيب اللي انت بتكف حواليه نفسك دي حاجة ترجعلك انت لكن انا ادتك المعلومة وقلتك تدور ازاي لكن بكرة مش محاضرة بكرة جاست توكس يعني اه لو لو الناس متعودة لها تحضر ويبنارز او كونفرانسز هتعرف ان التوكس دي مهمة جدا 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 وفي نفس الوقت بتعرفك مين الناس الكبيرة في المجال اه اتمنى يكون جوابت حضرتك اه فيه استاذ محمد شكرا هو انا سؤالي كان يكون اكتر عن مش البروفايدر بس اللي هو كسكت تيرا وكسكت اير وكسكت ااكوا يعني الطريقة اللي كنت بتعامل بها مع كسكت هي كانت لانا تيرا كنت بعمل بها سامن Herren ها أخبر سى blue اللي هو اللي بيرن بها لال感 Git rear بس فهمي اكتر برا من الاكوا مسلا يعني اللي كنت بشوفه على كسكت الوقت Trata نحن نستخدم أكوة ويبقى شبه أكوة الوحدة يعني اللي هو مش 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 بابني سيركيت مش هو كأنه استاتيستيك الاناليسيس اكتر يعني فكنت عايزة عرف اللي هو يعني هل 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 تيرا وأكوة مش بيشتغلوا مع بعض هل هم حاجات مختلفين تماما وطريقة ان انا بستخدمهم يعني مختلفة تماما عن بعض عشان هي عشان شايفوا يعني ان اكوة ده يعني حاجات مكتوبة كتير مش يعني كاني مش بابني سيركيت يعني طيب هل ام كان اجاب على حضراتك اه شخص تماما بوص يا فندم اه لو لو انا معرفش اذا كان الحضراتك كنت حضر من الاول او لا او كنت مستمع وانا كنت بعرض اللي سليد في الاول يعني قبل البريك قلت ان اكوة مبني فوق تيرا يعني على سبيل المثال انت عايز تبني مثلا اه جروفر الالغوريثم مثلا حل ودي انت حتشوف ان شاء الله يعني دي اخر حاجة خاصة يعني انت عايز تبني جروفر وهو عايز تحل اه بروغل معينة يعني على سبيل المثال ممكن مثلا فيه فيه اللي هي صدوكو مثلا وعايز تحلها بروغل هل انت حتوقع تكتب بقى الكوانتوم سيركيت فوم سكرتش وتحدد فونكشنز معينة تعمل ده يعمل كذا وده يعمل كذا وده يعمل كذا لا انت اكوة كل المطلوب منه بس هتدخله حاجة اسمها true stable وهو حيجنريت كل حاجة من جواه طب هو اكوة بيستخدم ايه بيستخدم تيرا لو تلاحظ ان كلمة اكوة مية تيرا اللي هي تراب تمام و اير اللي هو اول هاء و ا اغنيس اللي هي النار ده اللي العناصر السابة طبيعي يعني زي زمن كيميائيين انتوا زمن خالص يانكا بيقولوا يعني ف ما تيرا بيخدم على كل تيرا بيخدم على كل اكوة اي ما على تيرا واكوة مايفها تشتغل غير لما يبقى لها إيه سيميليترو فهي بمثل تستعمل إيه إجنس معظم الموديولز اللي جوه أو الأناليس يعني الميثودز اللي موجودة جوه إجنس برضه بمعتمد عالمين ومعتمدها على تير فتير هي الأصل والبقى كله تقليد يعني بس كده هل في أسألة تانية جماعة قلنا كفاية كده بقى وعشان واحد يتغدى يوجد أسألة تانية أو الخلاص كده طيب تمام انا اولا بشكركم جدا على صبركم وتحملكم معي لحد النهاية يعني الناس اللي تحملت لحد النهاية دي حاجة الحاجة التانية اتمنى أن باعدة لمسكول دي يعني للأسر الشديد مصر ما فيهاش غير يعني او يعني افريكا لحد دلوقتي ما فيها شغل باني بتحوالي تلاتة او اربعة بس كسكت ادفوكتز تمام الادفوكتز ده برنامج او بروغرام جوه اي بيم هو بيبقى يعني من غير فلوس بس انت بتبقى فلونتير جوه من حققك اللي انت او جوه في البروغرام ده بيبقى فيه سيشنز جميلة جدا بنعملها الاول كانت مونسلي واحيانا كانت باي مونسلي دلوقتي بقت اسبوعيا بيبقى فيه سيشنز كل واحد بيقدم الابديتز اللي عنده او عايزي تكلم عن حاجة في الريسرش او حتى لو عايزي تكلم مثلا سيعة كوانتم جيمز يعني فيه اكتيف ديز لطيفة احيان بيبقى فيه منترين جوه بيبقى فيه برويكتز بنامج مباشرة على على كسكت نفسها بيبقى فيه حاجة اسمها زي كده حلقات الذكر في رمضان يعني برضه بيبقى فيه حلقات كده للاراة تاة كسكت تكست بوك بنعود يعني مثلا ناحد بيقر اشطر وبيعاد الشحر للناس او بنحاول اللي احنا انه بتميز فيه الدنيا نعدل فيه حكاية نحسن من البريزنتيشن بتاعته زي ما شفته ان الكتاب جوه يعني كتاب وجوبتر نوتبوك في بعض يعني فيه مجود كتير بتاعمل جوه طبعا علشان تخش البروغرام ده فانت لازم اتليست يبقى اكتف بتكونتروبيوت لكسكت يعني اتليست تري كونتروبيوشنز على جيت هوب مثلا بتكتب توتوريالز على النت بتنشرها ليك كونتروبيوشن على جيت هوب او يعني ليك بوفيل كويس على جيت هوب جيت هوب مهم جدا في النقطة دي وكده كده كل ستة شهور بيبقى فيه باتش جديد والمفوض يعني قريب حيبقى فيه باتش ان شاء الله يعني لازم تحل كده متحان بيبقى ليك سكور معين لازم تعديه طبعا بالاضافة الى بالاضافة الى الكنتروبيوشن بتاعتك وفي النهاية خالص على حسب العدد اللي مقدم يعني كانت اول مرة يعني اللي هما كانوا يعملوا انتروبيو للناس اللي مقدمة يعني اتمنى اللي انا مكنش الواحد هناك اتمنى اللي فيه ناس من مصر اكتر واكتر يخشوا ويكونوا الكنتروبيوترز جوه ويستفيدوا ويفيدوا نفسهم والكوميونيتي حواليهم يعني فدي حاجة مهمة وكسكة ادوكيتس ممكن يعني دور بقى انت على النت وشوفه حتلاقي فيه فيه حاجات جميلة جدا وان شاء الله يعني الفترة الجاية يعني البداية تعتبر ان بكرة فيه توجد افرادات جاية من اي بي ام اللي هي اميرا عباس بي شغالة كوانتا مشي لرننج وهي من جنوب افراقية ونيت برون برضه من اي بي ام وهو من اي بي ام فبا اذن الله يعني الفترة الجاية تبقى برضه فيه شفاية حاجات كويسة يعني تبع اي بي ام وممكن لو ادرنا احنا من المدرسة دي فيه ناس تكمل وتزاكر كوانتا ومن كده ممكن نعمل هاكاثون كان فيه اكتر كزا هاكاثون على مستوى العالم في في الكوانتوم كومبيوتينج ممكن نعمل يعني انترناشنال سكول بقى زي الاسكول اللي اتعملت ويبقى فيها ناس من المصر كتير فشدوا حلكم علشان نقدر اللي احنا نجمع مومنتم او يبقى فيه فيه فعلا ناس كتيرة تقدر اللي هي نقول والله احنا عملنا افنت كبير فبكم انتو احنا هننجا ادلي انطر النقطة اه انا يجب ان تكونوا حطونا في الحزبان احنا الوحدنا عددنا صغير اللي كان بيكم هنجبر فانتو عليكم مسئولية نوعا ما لو انتو حابين تكملوا في الموضوع يعني او وشكرا اه انا كنتي حوقف الريكوردينج اشتركوا في كل شيء